السلام عليكم حباب قلبي تانية سنوي هنكمل مع بعض ريفيجن شابتر 1 خلي بالك ان احنا هنتكلم هنا على لسون سري و لسون فور اللي هم اهم موجودين في الشابتر ده لازم تركز ولازم تحل كتير عشان ما تطلقبطش ولازم تركز في الفرقات اللي انا هقولها لك عشان ده اللي انا هعمله معاك في الامتحان لما عوزه اقعك في نقطة معينة هعمل معاك النقط اللي جاية افتكر معاك هو لسون سري كان بيتكلم عن ايه بس قبل لما نبدأ نسمي الله ونصلي على حبيبنا المصطفى واللهم نصلي وسلم على سيدنا محمد ابدأ كده معايا حبيب قلبي وقل لي ان لسون سري كان يا مستر بيتكلم على حاجة اسمها كوانتم نومبرز جميل اديني كده الكوانتم نومبرز السيمبلز بتوعها اول واحد يا مستر كان اسمه ان طب واللي بعده حبيب قلبي اللي بعده مل واللي بعده كان م اس معلش قل لي الاسماء الراجل ده كان اسمه ايه زا برينسبال كوانتم نومبر وده سبسدائري كوانتم نومبر انما ده بقى ماجنيتك كوانتم نومبر وده يا مستر هو كان الاسبين كوانتم نومبرز وايه استعمالات الكوانتم نومبرز الكوانتم نومبرز كان دورها عندنا في الكامستري ان هي بتعرفنا حاجة اسمها الالكترون انرجي واتفقت معاك عشان اعرف انا وانت الانرجي بتاعت الالكترون لازم نعرف مكانه يعني عشان اعرف انرجي اي حد في الالكترونز لازم اعرف الالكترونز ده هو موجود فين طب يعني يا مستر الكوانتوم نومبرز اتفقت انا وانت ان هي بطريقة غير مباشرة بتعرفني مكانه وانت لما بتعرف مكانه بتعرف الانرجي حلو فلو تفتكر كنا بنقول ان مكانه ده عبارة عن عنوانه انا عايز اعرف عنوان الالكترون فاتفقت انا وانت ان احنا عندنا الالكترونز بتكون يا مستر موجودة في حاجة اسمها برينسبال ليبل بس اكتشفنا ان البرينسبال ليبل طلع بيتكون من حاجة اسمها ساب ليبل والساب ليبلز طلعت بتتكون من حاجة اسمها اوربيتالز والاوربيتالز طلعت بتتكون من حاجة اسمها الكترونز او بيكون موجود جواها الكترونز شايف الرسمة اللي قدامك دي الرسمة اللي موجودة قدامك هي تلخيص لسون سري من اوله لحد اخره بس لما فنشها يعني انت لازم تكون عارف ان البرينسبال ليبل بيتكون من ساب ليبل والساب ليبلز شخصيا بتتكون من أوربيتالز والأوربيتالز بتتكون من إلكترونز وأنا مش هحكي على الدور والشقة والقوضة وعمارة الصوديم أنا مش هفتح الموضوع ده معاك النهار ده مش هفتحه دلوقتي أنا براجع فأنت عارف الكلام ده دي الحدوتة فأنت طالما عرفت الحدوتة خلاص أمشار معايا أنا عايز بقى أتكلم كامستري بجد حبيب قلبي فلازم تبع عارف أن المين ليفل بيتكون من ساب ليفل والساب ليفل بتكون من أوربيتال والأوربيتال بتكون من إلكترونز فايدة الفور كوانتم نمبرز اللي حضرتك عارفه اللي هما البرينسبال والسبسدايري والماجنيتك والسبين إن كل واحد في النمبرز اللي موجودة قدامك بتشاور على حد هنا وكانت بالترتيب يا مستر يعني البرينسبال ليفل أنا وإنت كنا بنشاور عليها لو تفتكر بالبرينسبال كوانتم نمبر اللي هو الان إنما يا مستر الساب ليفل كنا بنشاور عليها بالسبسدايري كوانتم نمبر اللي هو الال والأوربيتالز كنا بنشاور عليها بالمل والإلكترونز كنا بنشاور عليه بالم اس يبقى أنا كده عرفت كل واحد في اللي موجودين قدامي دول يا مستر بنشاور عليه بإيه بس أنا عندي طلب صغير منك إن الرسمة دي أنا هرسمها مرة كمان بس كل مرة هيكون لها اسم أول مرة أنا وإنت رسمينها اللي هو دلوقتي هنسميه إن ده دايجرام الفاليوز يعني الدايجرام اللي أنا وإنت رسمينه دلوقتي هنا ده اللي إحنا هنتكلم فيه على حاجة اسمها إيه؟ الفاليوز اللي هي القيمة يعني أنا هنا هتكلم على القيم قبل بقى لما تتكلم معي على القيم يا مستر معلش بعد إذنك عايزك تفكرني؟ تفكرني كل واحد في دول هو عبارة عن إيه؟ يعني مين هم البرينسبالليبلز اللي موجودين في الكامستري يا مستر؟ البرينسبالليبلز اللي موجودين في الكامستري على حد علمي كانوا أول واحد كي اللي بعده ال ام ان و او و بي و كيو كانوا كان برينسبالليبل؟ كانوا سبعة برينسبالليبل حلو السبعة ده في حالة ان الاتوم اللي موجود عندك بتكون واتفقت معاك ان ممكن العدد يعدي سبعة بس هنكون جميل لو احنا بندرس بس ده ما يمنعش ان هو ممكن يعدي امتفقنا خلاص حلو قول لي بقى الله يبارك لك مين هما الساب ليبلز اللي موجودين ميستر الساب ليبلز في الكامستري هما اربعة بس اللي هما اس وبي ودي وف وانا حافزهم برضو بالترتيب زيهم زي المين ليبلز يبقى ميستر كانوا كام ساب ليبل كانوا 4 ساب ليبل موجودين عندنا في الكامستري طيب عايز دلوقتي ابدأ ادخل فكرة الفيليوز يعني ايه الفيليوز يعني عايز اتكلم على قيمة كل رقم الرقم اللي اسمه ان الرقم ده كان بيتروح من كامل كان يمستر الان يمستر كان بيتروح من 1 لحد 7 طب من 1 لحد 7 دول كانوا بيعبروا عن ايه كانوا بيعبروا عن البرينسبة اللي موجودين قدامك يعني لو جينا مثلا انا وانته وقولنا عايزين نمسح الحتة دي الراجل اللي هنا كرياتيفتي يا ابن كرياتيفتي اللي بقى لك يعني ها عايزين نشاور حبيب قلبي على المين ليفلز اللي موجودين بالبرينسبال كونتوم نمبر صح فتيجي تقول لي يا مستر ان الان عند الكيب واحد وهنا باتنين وهنا بتلاتة وهنا باربعة هنا بخمسة هنا بستة هنا بسبعة فلو انا حابب اتكلم على الال ممكن اجي في يوم من الايام اقول لك الان بتساوي اتنين معناها ايه الان بتساوي اتنين يعني تاني انرجي ليفل اللي هو مين ال فاحنا دلوقتي في الكامستري با عندنا تو اوبشن يا اما وانت بتتكلم على تاني انرجي ليفل تقول لي ان هو ال يا اما تقول لي ان الان باتنين هما الاتنين نفس الفكر اجي وقول لك مثلا الان باربعة يعني ايه الان باربعة دي يا مستر انا اعزي دي كده اتكلم على مين على الان ممكن اجي وقول لك معلش الان بسبعة يبقى اوزل الميستر على مين على كيو يبقى ميستر الان بتاعتنا الفاليوز الفاليوز يخد بالك من الفاليوز القيم بتاعتها بتتراوح من وون لكم لسيفن بس يا ميستر بالنسبة للقل فالقل القيم بتاعتها كانت بتتراوح من زيرو لحد ان ماينس وون حلو وقابل ما انا وانتا نطبق الريليشن دي في اي حاجة في الكامستري انا وانتا عارفين ان الال استعمالها ان احنا بنشاول بها على الساب ليبل واتفقنا ان الال بتبدأ من واحد فالالا هتبدأ قاله رقم زيرو فالال هنا كانت بزيرو والال هنا كانت بواحد وهنا باثنين وهنا بثلاثة يعني لما يجي اقولك الال بالسري ده معناة انهي ساب ليبل اللي هو الاف لو جيت قلت الال بتساوي تو ده معنا ngin دي وانا الال بتاعتنا في الكامستري ليها كام قيمة هي مستر يا زيرو يا وان يا تو يا سري وهنا ما عنديش ساب ليبل كمان لو عندي سبليبل كمان كان هيبقى فيه رقم اسمه 4 يبقى ال L بتاعتنا عندها كام رقم كام احتمال يا اما احتمال يا اما التاني يا اما التالت يا اما الرابع ما هي S يا B يا D يا F ما فيش حد كمان واخد بالك ان انا لما اقولك L يبقى انا قصدي بيها سبليبل انما لما اقولك N يبقى انا قصدي بيها يبقى ال N للبرنسبل ال N بواحد يبقى K N باتنين يبقى L طب يا مستر لو قلت L لا لو قلت L بواحد يبقى اصدق B طب مش اصدق كيه لا L L يبقى مين يبقى سبليبل حلو طب بالنسبة لل ML يا مستر قال لي بالنسبة لل ML ML كانت قيمه بتتروح من نيجاتف ال L لحد بوسطف ال L يعني لو ال L مثلا بتو فانا هبدأ من نيجاتف تول حد بوصل لبوسطف تول ودي هتكلم عليها الوحدة انما هنا يا مستر لما يجي على ال MS فال MS بتاعتنا كانت اكتر واحدة محترمة وما بتعملش لغبطها هما قيمتين يا بوسطف هاف يا نيجاتف هاف وبوسطف هاف دي لو الالكترون بصص لفوق ونيجاتف هاف دي لو انت زعلان وبصص لتحت ودي هي ما فياش اي حاجة يا مستر ال MS اللي هو اللي هو في الاخر ده انما يا مستر الحكاية كلها اللي بتلغبطنا بتبقى ما بين اول تلاتة فاستنى علي كده وعايز اسألك سؤال لما يجي واتكلم على relation relation تربط ال N بال L لو جيت وخدت بالك ان هو بيقولك ان ال L اكبر قيمة لها بتكون N-1 يعني لازم ال L تكون اصغر من ال N بواحد عشان كده انا وانت دايما دايما نقول ان ال N ما ينفعش تساوي ال L دايما ال N بتكون اكبر من ال L وديك example يا دكتور على حاجة اسمها ال values يعني اجي اقولك what is probable L values عايز ال values بتاعة ال L وين N بتساوي 3 طالما انت قلت value يبقى انت بتتكلم بالدياجرام الاولاني انا عايز ال L values بتاعتنا لو ال N بال3 طب هي ال values بتاعة ال L بتتراوح من كامل كامل يا مستر من 0 لحد N-1 يبقى معنى كده ان ال L values يا مستر هتبدأ من 0 لحد ما اوصل ال N وينس 1 هي ال N بكم بسري طب يا مستر يبقى معنى كيه اصدك سري موينس 1 يطلع بكم بتو يبقى انا المفروض امشي من الزيرو للتو يبقى تطلع 0 1 2 يبقى اللي انا جبته هنا ده اسمه ايه اسمه ال L values يبقى انا لو طالب value هجيبها بدي انا عارف ان انت سابقني عشان انا شرحت لك بس ما تسبقنيش ما تتكلمش على اعداد دلوقتي انا بتكلم على values قيم انا عايز قيم ال L لما ال N تكون بتساوي سري عرفت الجبه اوه عرفت جبه طيب تعال اتكلم على الحتة اللي انا قلت لك هتكلم عليها لوحدها اللي هي ال M L هاجي واسألك سؤال تاني وقول لك بص يا دكتور انا عايز قيم ال M L وين ال L بتساوي سري لما ال L تكون بتسري هاتلي ال M L حاضر حاضر يا مستو انا ال M L بتبدأ من negative L لحد positive L يبقى انا هبدأ من negative 3 لحد ما وصل ل positive 3 يبقى negative 3 negative 2 negative 1 zero positive 1 positive 2 positive 3 يبقى كده حضرتك جبتلي ايه جبتلي ال M L values بعد لما جبتلي ال M L values ما تيجي نكبر السؤال يعني ايه انا دلوقتي السؤال اللي سألتقولك ربطت ده مع ده اللي هو ال principle مع اللي هو ال N مع ال L بعد كده السؤال اللي بعده ربطتلك ال L مع ال M كده كده ال M S مش حوار يا بصت فوق هناك كده فوق اللي بص تحت مش هعمل لها حاجة دي طب يا مستر ايه رأيك نربطهم بقى كلهم بع بعض يعني ايه يعني اديك ال N وتجيب لي L و M L تعال يا لانجار تعال ايه مشكلة طب السؤال يجي ازاي مستر والله يا حبيب قلبي هقوم جاي ومدي لساعدتك ال ايه ال N هقول لك والله what is the probable L values انا عايز ال L values and M L values وين N بتساوي 2 حبيبي ارجوك امشيها بالترتيب يعني يعني امشيها بالترتيب انت دلوقتي مديني ال L انزل على الخطوة اللي بعدها مين ال L يبقى انا طالما معايا انزل على اللي بعده L طب يا مستر ايه رأيك هجيب ال M L على طول يا ابني ما هو انت عشان تجيب ال M L لازم تكون عارف قريدي مين ال L فانت ما ينفعش تجيب دي من خير ما تبعارف دي يبقى خلاص يا مستر طالما انت مديني N يبقى اول حاجة انا هروح اجيبها مين ال L اكني مش شايف سؤال ال M L دلوقتي حاضر خلاص اهو هسطوب لك عليه طيب تعال نجيب ال L والله يا مستر قيم ال L انت بتسأل على ال values صح على ال values قيم ال L هتبدأ من 0 لحد N عرفت منين اهو من 0 لحد N 2-1 1 يبقى معنى كده من 0 لحد كام من 0 لحد 1 في مشكلة لا يا مستر مفيش مشكلة يبقى كده ساعتك جبتلي قيم ال L تعالى بقى نجيب السؤال التاني اللي هو ال M L طب انت عندك كام L هنا انا عندي اتنين عندي ال L ممكن تكون ب 0 وعندي ال L ممكن تكون ب 1 يبقى معنى كده ان حضرتك هتجيب ال M L مرتين يعني يعني انا هتجيب مرة ال M L لو ال L بتساوي 0 ولو ال L بتساوي 1 ما انا عندي احتمالين ممكن ال L ب 0 ممكن ال L ب 1 فانت كده هتجيب لي مرة ال M L لما ال L تكون ب 0 ومرة لما ال L تكون ب 1 يبقى ال M L يا مستر في حالة ال 0 هتبدأ من نيجا في 0 لحد بوصت في 0 ومفيش حاجة اسمها نيجا في 0 بوصت في 0 يبقى تكون 0 يبقى لو ال L ب 0 ال M L هتكون ب 0 طيب طب يا مستر هاتلي ال M L لو ال L ب 1 هبدأ من نيجاتف واحد لحد ببي واحد يبقى هتكون نيجاتف وان وزيرو وبوس يبقى كده حضراك أسامت السؤالين يبقى أنا كده ربطتهم لك كلهم اللي هم بفكرة كده انا مش متلغبط ما عنديش مشكلة مستر اديني ان وانا هعرف اجيب لك ال طيب عندي شؤال تاني تعرف ادي لك ان و ال تقول لي مين هم دول قال لي واحدة واحدة يا مستر يعني يعني تعرف لما اقول لك ان ال ال بتساوي واحد ده انهي ساب ليبل يا مستر بس احنا هم شو مشكلة هم زيرو وان وتو ودي سري لما ال ال بتكون بواحد دي معناها الساب ليبل اللي اسمه بي طيب تعرف تعرف تكتب لي يعني ايه ان باثنين و ال بواحد نستر ان باثنين و ال بواحد معنى كده ان انت في الانرجي ليبل التاني و ال بواحد ده يبقى البي صح يبقى انت قصدك على البي اللي في التاني طب وانا عشان اقول البي اللي في التاني فاحنا بنقول تو بي يبقى خب بالك ان انا ممكن اعبر عن الساب ليبل بطريقة الـ Quantum Numbers أو العكس إن أنا أجد حضرتك الـ Sub Level وأقول لساعدتك هاتلي الـ N والـ L طب أجيبها إزاي يا مستر الـ N هو الرقم اللي قابلي طب الرقم اللي قابلي هنا بكام؟ بسري طب والـ L في حالة إن أنا دي الـ L بتكون بكام يا مستر؟ بـ 2 في مشكلة؟ يبقى أنا يا مستر ممكن أعمل الموضوع بطريقتين يجد ديك الـ Quantum Numbers وإنت أجيب الـ Sub Level يساعدتك يكون معاك الـ Sub Level والجيب لي منه الـ Quantum Numbers N بتلاتة وL باتنين عرفتها منين؟ الرقم اللي قابلي هو الـ N والـ Sub Level نفسه ليه L سابتة يعني دي الـ L بتاعته سابتة باتنين كده ساعدتك عرفت تجيب لي الـ Sub Level وعرفت تجيب لي الـ Quantum Numbers لما يجا تديك N تعرف تجيب L ولما تديك L تعرف تجيب ML ولما تديك N بس تعرف تجيب الـ L ومن الـ L تعرف تجيب ML ولما تديك N و L مع بعض تعرف تقول مين الـ Sub Level ولما تديك الـ Sub Level تعرف تطلع منه الـ Quantum Numbers بقى كده ان انا اروح بقى لحوار الاعداد يعني انا عايز اتكلم بقى على الاعداد دلوقتي انا خلصت يا مصر عرفت اجيب الـ Values اديني إله واديني إله وانا هعرف اجيب لك الـ Values ارجوك بقى دخلني في القصة بتاعت الارقام تعالي حبيب قلبي اروح انا وانت للايه؟ للارقام شلي دي كده هات لي ده نفس الرسمة او نفس الـ Diagram تاني بس الـ Diagram دلوقتي هيبقى اسمه Diagram الاعداد Principle Level بيتكون من ايه حبيب قلبي؟ بيتكون يا مستر من Sub Level والSub Level يا مستر بيتكون من Orbitals انما بقى الـ Orbitals بيكون موجود جواها Electrons انا بتكلم بقى على الاعداد يعني يا مستر انا عايز اعرف دلوقتي كل واحد هكرنه باللتاحته كلهم الواحد ده مش Principle Level جوا Sub Level جوا Orbital جوا Electron فانا عايز اتكلم على Principle Level هيكون جوا كام Sub Level وكام Orbital وكام Electron حلو يبقى انا همسك الـ Principle Level الاولاني وهربطه بكل اللي تحته فانا عايز اعرف Principle Level هيتكون من كام Sub Level وهيتكون من كام Orbital وهيتكون من كام Electron حلو؟ طيب عندي طريقتين يا مستر الطريقة الاولانية اللي هي Relation وانت لازم تبقى عارف الـ Relation ان الـ Principle Level بيتكون من عدد من Sub Level بيساوي رقمه اللي هو الـ N وان الـ Principle Level بيتكون من عدد من الأوربيتالز بيساوي رقمه Power 2 وان الـ Principle Level بيتكون من عدد من الإلكترونز بيساوي 2N Power 2 واروح عمسك انا وانت الـ Principle Level بالترتيب عايز اول Principle Level مش عايزين الحتة دي تروح عشان هنتكلم فيها برضو بس مش مشكلة اول Energy Level يعني N بواحد تاني Energy Level يعني الـ N باثنين تالت Energy Level يعني الـ N بثلاثة يا صديقي حضرتك عارف الإجابة بتاعت السؤال اللي المستر هيسأله دلوقتي هو الـ Sub Levels اللي موجودة في الأولاني هم كام لو انا اول Energy Level عندي كام Sub Level مستر واحد على عددك يعني ايه يعني انت رقمك بكام بواحد يبقى الـ Sub Level اللي عندك هم واحد تعال اقلي بعد Energy Level التاني فيه كام Sub Level يا مستر فيه اتنين Energy Level التالت يا مستر فيه كام Sub Level فيه تلاتة Sub Level طب ما انت جدعه هو ما تربطش أرجوك اللي فات مات ما لكش دعه بالـ Values ما تجيش تقول لي مستر ثم قال الـ N ما فاش تساوي الـ L أنا خلصت الـ N و L دي وراء أنا بتكلم دلوقتي على أعداد الـ Relations اللي أنا كتبقى اللي انت بتمشي عليها حبيبي يبقى الأول Energy Level بيتكون من كام Sub Level قلتلي واحد يا مستر مين هو الواحد بالترتيب يا مستر أنا عارفهم محافظهم S, P, D, F فأول واحد كان فيه S بس طب التاني هيتكون من كام Sub Level من اتنين Sub Level زي مستر اللي هم S و B تالت من كام Sub Level تلاتة S و B ودي كده حضرتك يا مستر لو خدت بالك الأول في Sub Level واحد التاني في اتنين Sub Level التالت في تلاتة Sub Level يعني معنى كده إن عدد السب Level اللي موجود في الـ Principle Level هو برقمي لو أنا رقمي واحد يبقى أنا عندي Sub Level واحد لو أنا رقمي اتنين يبقى عندي اتنين لو رقمي تلاتة يبقى عندي تلاتة لو رقم اربعة هيبقى عندي اربعة وانا وانت بنحسب لحد الرابع طب ليه عشان خامس سادس سابع يا مستر شبه الرابع يعني يا مستر الخامس عنده كام Sub Level عنده اربعة طب السادس عنده كام عنده اربعة طب السابع عنده كام عنده اربعة يبقى الحساب بيقف و الـ Relations دي بتقف عند الرابع كل ده شغل الرابع خامس و سادس و سابع شبه مين شبه الرابع حلو يبقى اول relation يا مستر انا كده مصدعك فيها ان عدد الساب Levels اللي موجودة جوه الـ Principle Level هي عبارة عن قد ايه هي عبارة عن رقمه وانا وانت عشان نفرق ما بين الاسات اللي موجودة بدأنا نستعمل ترقيم يعني دي اس و دي اس و دي اس طب ايه الفرق ما بينهم دي اس بس في الاول و دي اس بس في التاني و دي اس بس في التالت فساعتها قلنا ان دي هنسميها و دي تبقى 2 اس و دي تبقى 3 اس طب بالنسبة ل دي بي و دي بي ايه الفرق ما بينهم دي بي في التاني و دي بي في التالت فدي 2 بي و دي 3 بي حلو طب بالنسبة لدي دي يا مستر دي في التالت فاسمها 3D فالرقم اللي بيتحط قبلك هو رقم الـ Principle Level اللي انت موجود فيه طيب عايز اروح وتنقل مع ساعتك لحاجة اسمها سيبك بقى من N power 2 تو N power 2 طب تعالا نجرب 2 N power 2 انا هسيب دي برضو للاخ يعني هسيب حوار الأوربيتالز دا للاخ تعالا تكلم معايا لتو N power 2 اشمعنا عشان دي من اول اللي انا وانت اخدناها اصلا اول Energy Level ما اخليها هناك بقى عشان ننجز انا هكتب دلوقتي هنا Number of Electrons ها عشان ما تطلق بطش يلا كده يلا كده مستر Number of Electrons عدد الـ Electrons اول Energy Level يتميلي بكام Electrons مستر الـ Number of Electrons بتحسب من Relation اسمها 2 N power 2 يعني معنى كده والن بواحد يبقى معنى كده ان اول Energy Level بيتميلي باتنين طب ما انا عارف ان اول واحد باتنين وعارف ان التاني بتماني وعارف ان التالت بقى بثمنتاشر والربع بقى بثنين وتلاتين لا بس اتأكد اتأكد من Relation حيلا هنا مستر عايز احسب عدد الـ Electrons في التاني يا مستر بتماني يا ابني جرب يبقى 2 Time is 2 power 2 2 بكام 2 power 2 4 times 2 يبقى 8 electrons فعلا تعال انجرب هنا عايز احسب عدد الـ Electrons في التالت يا مستر عدد الـ Electrons في التالت يبقى 2 times N power 2 يبقى 2 times الـ N بسري power 2 يبقى 9 9 times 2 يا مستر يبقى 18 electron يبقى فعلا يا مستر الاولاني بيتميلي بتو والتاني بيتميلي بيت والتالت بيتميلي بيتين والرابع بيتميلي بسيرتي وما ينفعشها تستعمل الـ N power 2 او 2N power 2 بعد الرابع عشان بعد كده بتجيب 50 electron في الخامس والمستر اتفق معايا ان الـ Atom بتتحول لـ Unstable لعدد الـ Electrons عدى 32 عدنا 32 حبيب قلبي لا انا بقيت not stable يبقى الـ Relation اللي اسمها 2N power 2 دي يا مستر برضو تلقى تشغالة والدنيا تمام وما فياش اي مشكلة لو عايز اعرف عدد الـ Electrons اعرفها بتو N power 2 كده يعتبر خلص معاك الـ Relations معادة N power 2 تمام انا كده خلصت الاول خلصت الـ Principle level مع كل اللي تحته انا عايز اعمل اي دلوقتي عايز اشوف الـ Sub level مع كل اللي تحته ما انا اتفقت بقى انا همسك كل واحد مع كل اللي تحته يبقى انا عايز اشوف الـ Sub level يا مستر هيتكون من كام Orbital والـ Sub level هيتكون من كام Electron مستر والله في حالة ان الـ Sub level يتكون من كام Orbital فلما كنا بنيجي نتكلم على عدد كان فيه كلمة مشهورة ايه ويتلتلنا عليها قلتلنا Orbital O-O Orbital حلو اللي هو مستر الـ Sub number صح؟ يبقى معنى كده ان انت عايز تقول لي هنا ان احنا بنتكلم على عدد الـ Sub level بالـ Numbers او الـ Relation اللي بما يرضي له اسمها 2L بلاس 1 يعني يعني حضراتك تكتب لي الـ Sub level بتوعك S وB وD وF وكتب لي هنا الـ L values بتاعت كل واحد الـ L بتاعت الـ S بكام بالترتيب 0 هنا 1 وهنا 2 وهنا كام وهنا 3 عشان تعرف عدد الـ Orbital بتستعمل Relation اسمها 2L بلاس 1 يعني معنى كده 2 times 0 بلاس 1 تلعت معايا ب1 هنا مستر نستعمل Relation اسمها 2 times L اللي هي ب1 بلاس 1 2 times 1 ب2 بلاس 1 تلعت 3 نستعمل Relation اسمها 2L يبقى 2 times 2 بلاس 1 دي كده 4 4 بلاس 1 5 Relation يا مستر اسمها 2 times 3 بلاس 1 تلعت معايا هنا ب7 حبيب قلبي لو اخب بالك ان دي هي ايه 1 و3 و5 و7 دول هم اسموهم الأود نمبرز اسموهم ايه الأود نمبرز الاركام الأود عشان كده قلتلك لو حضرتك عايز عدد الـ Orbital فانت عندك الطريقة اللي بما يردي لا اسمها 2L بلاس 1 وعندك طريقة تانية اسمها O O ان لو انت بتسأل على الأوربيتال زي بقى حطيلي بالترتيب وحط قدامهم الأود نمبرز واحد تلاتة خمسة سبعة يبقى انا كده عرفت كل بيتكون من كام أوربيتال ملكش دعوة بالفاليوز ما تركعش انا بكتلم على الاعداد دلوقتي الاس الاولاني بيتكون من كام أوربيتال من واحد خب بالك ان اللي مكتوب هنا ده ده تمام بس انا استعملت الفاليوز عشان بس استعمل الريليشن بس انا مش عايز في السلايد اللي احنا موجودين فيها فانا هشيلها يبقى ميستر الاس عدد الأوربيتال اللي فيه واحد والبي تلاتة والدي خمسة والف سبعة حيو والأوربيتال يا ميستر كنا بنتكلم عليه بشكل ايه بشكل مربع جميل شيء عظيم جدا يا ميستر بقى انا كده عرفت عدد الأوربيتال زي الاس فيه كام أوربيتال واحد طب والبي فيه كام أوربيتال اتنين لا تلاتة طب والدي خمسة والف سبعة ارجو من ساعدتك انك ترسملي نفس الرسمة دي تاني بس تشيل السابليبل وتحط الأوربيتال يعني انا دلوقتي هرسم اول انرجي ليبل اللي هو الان بتاعته بواحد كمين السابليبل اللي موجود اس طيب هو الاس عنده كام أوربيتال واحد فشلي الاس وحطيلي أوربيتال فبقى عنده أوربيتال واحد اللي هو مربع طب يا ميستر تعال وبعده ان لا باتنين فان باتنين دي يا ميستر كان عندي توسب ليبل اللي هما اس و ايه بي يميل بعد اذن حضرتك شلي الاس وحطيلي أوربيتال واحد طب البي يا ميستر بتكون من كام أوربيتال من تلاتة حيلو يبقى شلي البي وحطيلي هنا حبيب قلبي تلاتة أوربيتل cible ادي واحد اتنين تلاتة حلو انا باللاحمر ملاكش دا حنا الاسود ده كده يخليهم ايه? 5 ثالث يا مستر برينسبال ليفل اللي هو الـ N بتساوي 3 ارجوك ارجوك شنلي السبليفلز وحطيلي أوربيتالز كده مثلها بسرعة الاس عندي بتتكون من 1 والبي بتتكون من 3 انما يا مستر الدي بتتكون من 5 متأكد اوه دي فيها 5 أوربيتالز وانا هحط 5 أوربيتالز حلو هادي 1-2-3-4-5 وادي 5 أوربيتالز اللي هما بتوعيه الدي يبقى انا كده ده انا رسم لك ال 1s ورسم ال 2s ورسم ال 3s ورسم ال 2b وال3b وال3d يبقى انا حولتلك الرسمة من ان هي orbital's او من ان هي sub level لان هي orbital's ما حصلش حاجة هي هي نفس الرسمة بس بدل ما نرسم sub levels حطتهم على شكل orbital's جميل طيب ليه مستر قالي قصنا دلوقتي خلاص خلصت relation اللي هنا اللي هي relation اللي اسمها 2l plus 1 والاوربيتال زي عرفت كل sub level بيتكون من كام اوربيتال عارف ان ال s من 1 وال b من 3 وال d من 5 وال f من 7 بقى ال relation اللي انت ما رضيتش تتكلم عليها مستر اللي هي اسمها ال power 2 اللي هو كل principle level بيتكون من كام اوربيتال حلو عندك طريقتين الطريقة الاساسية والطريقة اللي المستر بيقولك عليها الطريقة البلدي دي هي الطريقة البلدي بمعنى ان انا دلوقتي عايز اعرف الانرجي level الاول في كام اوربيتال انت رسم كام اوربيتال هنا واحد عايز اعرف الانرجي level التاني total 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 من اول والاخر انا محددتش مين كله على بعضه في كام اوربيتال عندي اوربيتال بتاع s وعندي 3 اوربيتال بتوع b يبقى اوربيتال وتلاتة يبقى كام اربعة طب تالت واحد في كام اوربيتال توتال واحد من ال s وتلاتة من ال b دي كده اربعة وخمسة من الدي يبقى اربعة وخمسة ميستر يبقى تسعة يبقى total فيه تسعة لك طبعا انت ما تعملش كده انت ممكن تستعمل relation اسمها n power 2 يعني لو حبيت تعرف عدد الاربيتلز يبقى استعمل relation اسمها n power 2 الان هنا بكم واحد يبقى واحد power 2 بواحد هنا ميستر 2 power 2 بفور هنا ميستر 3 power 2 بناين اتاكد بقى من عدد الاربتالز الاول في وحد الثاني فعلا في اربعة والتالت في تسعة اربتالز يبقى مستر الريليشن اللي موجودة قدامي هنا انا بعرف بيها عدد الاربتال وفعلا عدد الاربتالز طلع مزبوط من ein power To يبقى لو انا باتكلم عال عايز اعرف فيه ساب ليبل كام اربتال كام حاجة اسمها الكترون لو عايزت اعرف فيه كام ساب ليبل ان طب كام اربتال ان power to كام eleuktرون ان power to خلصت البرينسبالليبل اتنقل على اللي تحته سابليبل عايز اشوف السابليبل فيه كام أوربيتال لو عايزة مستر تقول أوربيتال قد ما عندناش مشكلة بس احنا بنقول ان بما يردي اللا اسمها تقل بلاس وان كده انا عرفت كل سابليبل فيه كام أوربيتال الاس فيه واحد البي فيه تلاتة الدي خمسة والف فيه سبعة بقى اخر الريليشن اهه كلمة أوربيتال اتمسحت عايز وكلمة الكترون كمان اتمسحت عايز اعرف كل سابليبل بيتكون من كام الكترون قال لي بنضرب الريليشن اللي اسمها 2L بلاس وان دي في اتنين يعني يعني بيجي اقول والله يا مستر 2L بلاس وان بس بحط من برة فيه ناس تدخلت 2 جوه زي ما احنا عملنا في الحصة فبقيت ايه كده انت هتعرف كل سابليبل بيتكون من كام الكترون واخر الريليشن عندي وعند ساعتك هو يا مستر الأوربيتالز بتتكون من كام الكترون الأوربيتال الواحد بتتكون من كام الكترون الأوربيتال الواحد بتتكون من اتنين الكترون حلم طيب انا دلوقتي حبيبي هروح وعمل ايه هروح امسك كل سابليبل اس وبي ودي وف وعايز احسب كل واحد يكون فيه كام الكترون number of electron يا مستر ما انت لسه كاتب number of electrons من شوية هنا اه انا هنا كنت بحسب عدد الالكترون اللي موجودة في البرينسبال من اوله لاخره بس هنا انا بحسب للبعده اللي هو السابليبل ما هو البرينسبال لازم اشوفها يتكون من كام الكترون والسابليبل لازم اشوفها يتكون من كام الكترون يبقى number of electrons يا مستر يلا بريليشن اسمها 4L plus 2 هنا ال L بكام بزيرو عند الاس يبقى 4 times 0 بزيرو بلاس 2 يبقى يطلعوا 2 هنا يا مستر ال L بتاعت ال B بكام بون يبقى 4 times 1 بلاس 2 تلعوا 6 electron هنا ال L بتاعتد يا مستر هكتبهم لك جنبهم كده دي بزيرو وال L هنا بواحد وال L هنا باتنين وال L هنا بتلاتة المفروض ساعتك حافزهم هنا يا مستر هتبقى 4 times 2 بلاس 2 تلعوا معنا 10 electron هنا يا مستر 4 times 3 بلاس 2 تلعت معنا يا مستر 17 ولا 14 electron مش دي كده 12 12 بلاس 2 14 اه يبقى تاني هون 4 times 3 بلاس 2 حبيب قلبي تلعت معايا 14 electron يبقى كده انا عرفت عدد الالكترون اللي موجودة جوة كل يبقى الاس عنده 2 electron الاب بي عنده 6 electron والدي عنده 10 electron والف عنده 14 electron يبقى خب بالك ان الساب ليفل لما ييجي انا ممكن اسأل عليه سؤالين هو الساب ليفل اللي اسمه اس بيتكون من كام اوربيتال هو الساب ليفل اللي اسمه اس عنده كام الكترون يبقى بيتكون من كام اوربيتال ممكن تجيبها بتو اللي بلاس 1 طب بيتكون من كام الكترون 2 times 2 اللي بلاس 1 يعني بتضرب الريليشن متاعتك في 2 يبقى البرينسبال ليفل ممكن يجي لي عليه كام سؤال 3 ده في حالة الاعداء ده بيتكون من كام ساب ليفل بيتكون من كام اوربيتال بيتكون من كام الكترون الساب ليفل ممكن يجي لي عليه سؤالين الساب ليفل بيتكون من كام اوربيتال والاوربيتال ولا الساب ليفل بيتكون من كام الكترون انما الاوربيتال بيجي لي عليه سؤال واحد هو الاوربيتال بيتكون من كام الكترون الاوربيتال الواحد بيتكون من اتنين الكترون وتعالى نجرب الريليشن اللي الميستر كاتبها هنا النحياة دي يعني يعني انت راسم عند الاس كام اوربيتال واحد صح وانت قلتلي ان الاوربيتال الواحد بيتميلي بكام الكترون اتنين يبقى معنى كده ان انا هيبقى عندي هنا اتنين الكترون يبقى الاس فعلا طلع بيتميلي بكام باتنين الكترون طب تعالى مسيكل البي عنده كام اوربيتال تلاتة اول واحد يتميلي بكام باتنين واللي جنبه باتنين واللي جنبه باتنين فاتنين واتنين واتنين يبقوا ستة فعلا البي طالها بيتميلي بستة تعالي على الدي هنا عندي واحد اتنين تلاتة ادي اربعة وادي خمسة كل واحد من الخمسة اوربيتالز تحط فيه اتنين فاتنين في خمسة يطلعوا معايا بكاما مستر بعشرة فعلا يبقى كده انا اتأكدت ان الريليشنز اللي مكتوبة على البورد صح دي ريليشن لما باقي جسأل عليها هي ريليشن الاعداد نمبر يعني يقولك عدد السابليفل اللي في البرينسبالليفل التاني بكام عدد السابليفل اللي في التاني هم اتنين عدد السابليفل اللي في التالت هم كام تلاتة عشان هي بتساوي يبقى السؤال هنا هيجي يقولي حلو انما فوق انا كنت بسألك علي هنا احنا كنا بنقول ان دي بتاعت الايه تيجي المستر ويقولي الاليو بكام الاليو بتاعت الاليو بكام هنا لما تكون الاس تكون الاليو بزيرو هنا تكون البي بواحدة دي باتنين اجي وديك واحدة واقول لك what ال L values لما ال N بتساوي 3 L values لما ال N بتساوي 3 ال L يا مستر عايزين نشيل دي فين كابة تتشال من اين ايوه هون لا لاه الا الله بعدين يا جماعة في الموضوع الغريب جدا ده ايوه بايه دي نسيت ال L بتبدأ من zero لحد بN minus one يبقى انا هاجي هنا واقول والله يا مستر يبقى لازم انا هقول N minus one يعني N minus one two minus one ولا three minus one تطلع معي بتو المعنى كده ان ال L هتبدأ zero one two زي ما حلناها من شوية كده انا بسألك على value اجي وديك سؤال في الجزء اللي تحت هنا هنا انا مش هسألك على value هنا انا بسألك على اعداد number واجي واقولك what is the number of the sub level which found in the principal level N بتساوي 3 يعني يجي لي السؤال كده ويكتب قدامي عشان نفهم بقى ويقولي what is the number of sub levels which found in N بتساوي 3 ونفس السؤال ده بس هيبقى على value ويجي يقولي what is the L value when N بتساوي 3 يا دكتور هنا مستر بتسألني على عداد number طب معلش النمبر زي يا مستر طالما انت بتسأل عن number يبقى ال diagram التاني انت بتقولي عندك كام sub level في ال principal level الرقم كام رقم 3 يبقى ال principal level بتتكون من عدد من sub level بتساوي رقمه يبقى ال principal level التالت بتكون من كام sub level 3 يبقى طلاقم تسأل على number فانا بستعمل N أو N power 2 أو 2 N power 2 أو 2 L plus 1 أو 2 times 2 L plus 1 يبقى معنى كده يا مستر what is the number of A of sub level which found in N بتساوي 3 يبقى عدد sub levels اللي موجودة هما 3 خليها نكتب الإجابة بالأحمر هما 3 sub levels عايز تبقى what chic وتقول لي يا مستر انه هما هيبقوا 3S 3B 3D يا عم انت راجل ابن حلال ما قلتش خلاص امشي انت قلتلي ان هما كام sub level 3 وانا بسألك هما كام فهم تلاتة فعلا اللي هما 3S 3B لو ما كتبتش 3S 3B 3D انت صح طب تعالي هنا انا هنا بسألك وبقول لك what is A L value لا L value يا مستر يبقى الـ diagram الاول بتاع الـ values الـ diagram احنا صدرناها جدا diagram الايه الـ values هنا اجي واقول لك ان الـ L بتساوي ايه الـ values 0 لحد الـ minus 1 يبقى لما تيجي يا مستر تسألني على الـ value فأجابتي هتكون ايه أجابتي والله يا مستر ان الـ values بتتعايتها بتتروح من 0 لحد الـ minus 1 فإن minus 1 يبقى معنا كده 2 يبقى انا هبدأ 0 1 2 يبقى انا كده جاوبت على الايه على الـ values قلتلك ان الـ values 0 1 و 2 وهنا نفس السؤال اللي موجود فوقه انا جاوبتك على ايه يا دكتور جاوبتك هنا على العدد يبقى خب بالك في الامتحان المستر بيسأل على العدد ولا على الـ values عشان ما تتعبنيش طب بقولك ايه اديك واحدة موت عشان انت حبيبي what is the number of values اوه what is the number of values when n بتساوي 4 انت بتسأل على ايه يا مستر بسأل على عدد الـ values عدد الـ values يعني بتسأل على values صح؟ حلو يبقى انت يا مستر what is the L what is the the number of values of L كتبتش وين الـ انا عايزك تجيب الـ values بتاعت الـ L لا ده انا عايزك تجيب عددها طب يعني ايه تجيب عددها يعني تجيب الـ values يبقى what is the number of values دي يعني هات الـ values بتاعت الـ L فالـ L values يا مستر بتبدأ من 0 لحد الـ حلو طيب الـ يبقى معنا كده 4-1 يا مستر هتكون 0 1 2 3 كده انت جبتلي الايه الـ values طب هو السؤال هنا بيسألك على الـ values لا ده بيسألني على عدد الـ values هم كام value دول كام رقم دول 1 2 3 4 يبقى هم يا مستر 4 values عدد الـ values اللي هنا هم كام 4 وده اقريك 5 سؤال ممكن احطولك في الامتحان ان انا عملتلك كده ايه mind storming تمام ان انا لقبت في دماء مستر طب انا كده what is the number يبقى روح للدياجرام التاني وvalue يبقى الدياجرام الاول هروح لمين فيهم يا مستر انت هتروح للـ values عادي جدا انت هتجيب الـ values وتعد الـ values اللي طلعت عندك هم كام value يبقى خب بالك انا بسألك على ايه انا بسألك على what is the number of orbitals ان ان بتساوي 3 عايز عدد في الـ عدد 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 يبقى يا مستر طالما قلت طالما قلت وانت بتذاكر يا ابني فين هات دي لم الدنيا لنفسك خلاص المستر عملها على دياجرام انا حس ان الدياجرام مش مريحني خلاص يبقى انت ممكن تقول الـ principle level الـ principle level والله ليه 3 relation يا مستر اهو n والrelation التانية n power 2 مثلا والrelation التالتة to n power 2 هنا دي هي عدد السب level هنا دي عدد الـ orbitals هنا دي عدد الـ electrons خلاص انت كده وانت ابت ذاكر لمت يبقى لو جالي اي سؤال على الـ principle level والـ principle level احنا بنشاور عليه بـ n لو قال لي الـ n بتو وعايز sub level عناية حبيبي عناية n بتو عايز sub level يبقى هما عدد sub level بـ n يبقوا sub level طب لما الـ n بتو عدد الـ orbitals n بتو يبقى two power two يبقى four orbitals هناية هلا هناية n بتو عدد الـ electrons هو الـ principle level التاني فيه كام electron 8 8 يبقى two power two يبقى two power two four four times two 8 يبقى فعلا يا مستر 8 electrons يبقى يبقى حبيب قلبي الـ principle level اللي واحده يتسائل عليه 3 اسئلة في الاعداد ياريت تكون بتكتب الكلام ده معي نفس القصة تقوم جاي اخد تحت الايه sub level sub level اللي هو بنعبر عنه بإيه لا sub level ممكن يتسائل عليه كام سؤال يتسائل عليه سؤالين هو sub level ده بيتكون من كام orbital والsub level ده في كام electron عشان احسب الـ فهي 2 l plus 1 عشان احسب الـ فهي 2 times 2 l plus 1 اللي هي 4 l plus 2 يعني مش فرق او good number انت حر تمام لو جيت قلتلك ان l ب2 عايز عدد الـ عود عود حبيبي انه لما تكون l ب2 عدد الـ 2 times 2 4 4 plus 1 يبقى 5 orbital زي طب لما l تكون بتوعيز عدد الـ دي دخلها جوه فاكنها تكون 4 l plus 2 يبقى 4 times 2 8 plus 2 يا مستر يبقى يطلعوا 10 electron يبقى انت كده عرفت لما l بتكون ب2 عدد electron بكام وعدد orbital بكام او واحد تاني ودي طريقة تانية من الحل يعني فيه ناس تانية هسابش حاجة هوا مستعملش relation يعني انت استعملها مش مشكلة انا ساعات بستعمل relation ساعات ما بستعملهاش لو مركز ما بستعملهاش لو انا مش مركز بستعمل relation خلاص واخر relation الorbital ان الorbital الواحد في 2 electron يبقى انت لامتهم قدام عينا اجل 3 جزئية هنا بقى حضراك عمال تسأل فيها بقى لك فترة مستر انا عندي اتنين electron هما اخبارهم ايه اللي اتنين electron اللي مطلعين عنا دول انا عندي اتنين electron وارد انهم يكونوا in the same principle level في ناس ال principle level وارد انهم يكونوا in the same sub level وارد انهم يكونوا in the same orbital مستر ده هيأثر علي في ايه في quantum numbers مين quantum numbers n و l و m l و m s يا طرق مستر وخلينا نتكلم على ال energy level التاني يعني احنا هناخد ايه energy level التاني من اول الاخر حلو يعني في الاجابة بتاعت السؤال فانا لو عندي اتنين electron تمام موجودين في ال energy level التاني انا هرسم ال energy level الاول اهو n بواحد وهرسم energy level التاني اللي هو n باتنين فمعنى كده ان ال اتنين electrons اللي المستر بيتكلم عليهم هم موجودين هنا في ال energy level التاني ارجو من ساعتك ارجو من ساعتك تقول لي هو الاولاني عدد الساب level اللي فيه عدد 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 الساب level وده principle فبرينسبال اللي بتسأل العدد الساب level بيساوي ان يبقى واحد ومين هو s وكنا بنكتب one s طب التاني فيه كم ساب level التاني يبقى اتنين s و b وهما s و 2 b حيلا فمعنى ان اللي اتنين electron بتوع ساعتك موجودين في ال energy level التاني يعني انا عندي مثلا electron موجود هنا هو شكرا عندي electron اهو وعندي electron شكرا اه وعندي electron اهو ادي اللي اتنين دول عندي سؤال لحضرتك اللي اتنين electron دول حضرتك واسق هم موجودين في ال s ولا في ال b لا معرفش ممكن يبقى في ال s او ممكن يبقى في ال b طب انت اوصك من ايه انا اوصك ان هم موجودين في ال energy level التاني طب انت اوصك ان هم في ال energy level التاني يبقى الالكترون ده والالكترون ده الراجل ده ال n بتاعته بتو والرجل ده ال n بتاعته بتو ان هم الاتنين اكيد يا مستر موجودين في ال energy level التاني يبقى لو احنا موجودين in the same principle level فاحنا اكيد يا مستر هيكون عندنا شابه او الاختلاف احنا ممكن نكون موجودين جوا نفس اللي هو فلو انا وانت موجودين جوا نفس خلاص يبقى عندنا نفس الال طب لو احنا موجودين جوا هيكون عندنا نفس الال يبقى ان احنا نتشابه في الال او لا يعني يا مصر لو انا هنا لو انا الكترون هنا وانا الكترون هنا فالال في حالة الاس بكام بزيرو طب والال في حالة البي بكام بواحد فالالكترون اللي موجود هنا اهو ده هتبقى الال بتاعته بزيرو والالكترون اللي موجود هنا ده هتكون الال بتاعته بكام بواحد يبقى احنا اختلفنا في الال طب وارد ان الاتنين وارده وارد ان هم يكونوا في البي يبقى الاتنين الال بتاعتهم هتكون بواحد يبقى يا مستر طالما دخلت كلمة وارد يبقى ما تقوليش اكيد انا بسألك مين اللي اكيد لو احنا في نفس البرينسبالليبل يبقى احنا الاتنين اكيد 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 هيكون عندنا نفس الان بس وارد الال تتشابه وما تتشابهش طب بالنسبة اللي هتكون مختلفة. مهي الامل بتعتمد الايل. فلو انت تشبهت في الايل تعالي ننزل الامل. طب انا لو ما تشبهتش باللاي ما يبقى اكد الامل leadership هتكون مختلفة. انا عشان اروح للامل لازم اتأكد من الايل. وانا مش متأكد من الايل. يبقى اكيد مش هبقى متأكد من الامل ومش متأكد برضو من الامس. ليه? عشان هو سابها مفتوحة يعني سابها مفتوحة انا عندي اتنين الالكترونز فانت ما تعرفش الاتنين الالكترونز دول هما ترتبهم الكامل هل دول اول اتنين الالكترونز ولا هما التالت والرابع ولا هما الاول والخامس ولا هما الاول والتامن هما لو الاول والتامن فاول واحد هيبقى الفوق والتامن هيكون لتحت طب لو هما اول وتاني يبقى اول وتاني يبقى الاتنين لفوق طب لو اول وتالت لفوق طب اول وخامس واحد فوق واحد تحت يبقى يا مستر أنا مش واسق هم اللي اتنين إلكترونس دول هم أنهي هم أول و تاني ولا هم أنهي ناس عشان أقول إن الـ MS أكيد هتكون POSTIV HAOV أو NEGATIVE HAOV فبالتالي برضو الـ MS أنا مش واسق من يبقى الحاجة الوحيدة اللي أنت واسق منها في نفس الـ PRINCIPAL LEVEL هي الـ N طب روح على اللي بعده لو إحنا في نفس الـ SUB LEVEL خلاص اختار لي SUB LEVEL من الاتنين عشان إحنا قلنا هنبقى نفضل في التاني فاقول يا مستر مثلا هتختار الايه هتختار البي هلو طيب يبقى انا كده يا مستر بتكلم على التو بي لا وانا وانت في نفس الساب ليبل اللي هو اسمه تو بي احنا اتنين الكترون ها ارجو من ساعاتك ترسم لي البي كده هو البي بيترسم ازاي البي عنده كام اربطال تلاتة اه 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 دي التلاتة اربطالز بتوع البي طيب يلا يا دكتور كام الكترون هم اتنين واسق هم مين ما هو البي بياخد كام الكترون البي بياخد ستة خلي بالك بقى انا بكلم واحد برضه نديته الاسم فور فلازم يرد علي وقولي ان البي بياخد ستة الكترون طيب انت وصك ان هم الاول والتاني ولا الاول والسادس لا انا مش عارف هم انهي وانهي يا مستر فوارد نكون انت بتتكلم مثلا مثلا على الاول وبتتكلم مثلا مثلا على الرابع وارد ان انت تكون بتتكلم على الاول وتكون يا مستر بتتكلم على التالت وارد ان انت تكون بتتكلم على الاول وتكون بتتكلم على الخامس فواحد هنا لفوق وواحد هنا لتحت ما هو واحد اتنين واحد لفوق كمان اهو تالت ادي رابع ادي خامس يبقى كنك بتتكلم عن ده وعن ده فانت مش واسق هم كام ترتيبهم ما هو ممكن يبقى الاول والخام اقول لك اتنين الكترون ما قلنش الاول والتاني تمام انا كده فهمتك بس انت قلت فاتو الكترون دي انا عندي ستة احتمالات ما هم ستة الكترون فهم أنهي في الستة ما أعرفش فأنا حطيت أي اتنين بالصدفة عايز أتكلم بقى على الان وعلى الال بالنسبة للإلكترون ده وعايز أتكلم على الان والال بالنسبة للإلكترون ده يا مستر مش هما الاتنين في نفس السابليبل أيوة أنهي سابليبل بي صح يبقى أكيد يا مستر هما الاتنين هيكون عندهم نفس الال إن الال هتكون بواحد عشان طالما هما في بي بقى الال هتبقى متشابه حبيبي لو الال تشابهت أو بقت متشابهة من غير ما تفكر وإنت مغمد عينك هو آه آه وأنا مغمد آه الIGN متشابه النافس السابليبل يبقى مستر نفس البرينسبال ليفل وإنت مغمد عينك أي وإنت مغمد عينك يبقى بد? خلاص أكيد يا مستر هتكون عندهم نفس الIGN إزاي؟ قال لي بص كدا مش ده البي الرقم اللي قبله هنا كام تو طب ما هو ده نفس البي فالرقم اللي هنا قبله برضو كام تو يبقى لو الIGN بتاعتنا تشبهد والراجل بيقول لك Lup io يعني نفس السابليبل نفسه فنفسه دي معناها ان احنا الاتنين جوه نفس السابليبل اللي هو تو بي تو اس سري بي فور دي يبقى نفس السابليبل فنفس السابليبل دي يعني نفس ال ال ونفس ال ان يبقى مستر كده انا متأكد ان احنا هيكون عندنا سيم ان و ال طيب اللي احتمال بقى احتمال اكون لفوق احتمال اكون لتحت عشان انت مش محدد هم مين فانا مش متأكد من الام اس طب بالنسبة للام ال وارد ان يكونوا الاول والتاني فتكون مختلفة بس وارد يكونوا الاول والرابع فالمل تكون متشابهة مش المل بتاعت البي تبدأ من نيجاتف الال لبوسطف ال يعني نيجاتف وان وزيرو بوسطف وان وكنت باخد الاركام دي حطها فوق الاربتال زي عن نيجاتف وان وزيرو بوسطف وان فوارد ان انا وانت نكون نيجاتف وان او وارد زيرو ونيجاتف وان او وارد نيجاتف وان وبوسطف وان فبالتالي يا مستر ال Mil مش اكيد يبقى لو احنا في نفس السب ليبل احتمال تشابه ال Mil ممكن او ممكن لا يبقى مفيش حاجة اسمها يا مستر SIEM يبقى كلمة سيم اللي انا متأكد منه لو في نفس السب ليبل n و l طب تعالى حبيبي ان شوف لو احنا في نفس الAur orbital عشان يكون انا و انت في نفس الAur orbital فاحنا لازم نكون جوا نفس السب ليبل جوا نفس ال avenue موارسنة دي يعني يعني احنا عادين جوا نفس الاوضة في نفس الشقة في نفس الدور يعني يا مستر زا سيم أوربيتال دي معناها اني مثلا انا برضو هفضل اتكلم على التو بي عشان احنا اتفاءنا هنثبت التاني. لما ترسم الأوربيتالز بتاعته negative one و zero اللي اتنين الكترونز جوا نفس الأوربيتال. ما عشان نبقى جوا نفس الأوربيتال يبقى احنا لازم مع بعض في نفس الساب لفل ما هو ماينفقش انت تبقى في أوربيتال عند ساب لفل وانا في أوربيتال عند ساب لفل تاني طب ما هو دول مش نفس الأوربيتال ما دي قوضة ودي قوضة تانية يبقى ده أوربيتال وده أوربيتال عشان نقول احنا في نفس الأوربيتال يبقى احنا لازم نبقى نفس الساب ليبل خلاص يبقى انا وانت لازم نكون موجودين جوا بس مش بس كده ده احنا هناخد أوربيتال واحد جوا يعني مثلا الأوربيتال اللي هنا فبالتالي عايزك تجيب ان و L و M L بالنسبة للاتنين يلا مستر ونبدأ من مش هما جوا نفس يبقى عندهم نفس ال M L وعشان يبقى جوا نفس الأوربيتال لازم يبقى جوا نفس الساب ليبل اللي هو ال B فال L بتاعت ال B بكام بواحد وبواحد طب في حالة ال L B اللي عندك دي مش تو B يبقى ال N بكام بتو وبتو طب بالنسبة لل M S وإحنا جوا نفس الأوربيتال بقى لأ وانت جوا نفس الأوربيتال لازم واحد لفوق واحد لتحت ودينا متأكد منها يبقى بوسط بهاب ونيجاتيبهاب يبقى معنى كده انزا سيم أوربيتال فانا هيكون عندي سيم N L وM L ومش ميبي مش ميبي هنا ده انت لازم هيبقى عندك different M S ان ال M S بتاعتك هتختلف مستحيل تكون متشابه يبقى لو احنا في نفس البرينسبال كتنين الكترون هنتشابه في ال N بس طب لو احنا اتنين الكترونز جوا نفس الساب ليبل هنتشابه في ال L فبالتالي في ال N طب لو احنا جوا نفس الأوربيتال هنبقى شابه بعض في ال M L ولو احنا شابه بعض في ال M L يبقى احنا عندنا نفس ال L ولو عندنا نفس ال L يبقى عندنا نفس ال N يبقى انا هنا هتشابه في تلاتة كوانتال نمبر واكيد هيختلف في الرابع اللي هو ال M S عشان نحقق حاجة اسمها باولي اكسكلوجين برينسبال واضح الكام لقطة بسيطة اللي هي بتخص ال N بلاس ال L الانرجي وكمان اشكال الساب ليبلز بتاعتنا وده هنتكلم عليه واحنا بنحل الأسئلة مع بعض فروح انا وانت ونشوف اول سؤال وبيقول لي what is the maximum number قال عدد ها نمبر يبقى خبالي خلاص بقى المستر قال لي انت بتتكلم على number ولا بتتكلم على value هنا هو عايز what is the maximum number اقصى عدد طب عدد ايه عدد electrons can have the quantum numbers كزا يعني انت دلوقتي بتتكلم على numbers فنمبرز يعني principal level sub level orbital وبعد كده ايه electron حلم عرفتنا ان ده ليه تلاتة وده ليه اتنين وده ليه واحدة تعال بقى نشوف انت عايز ايه انت هنا مديني quantum numbers يعني انت بتقول لي اقصى عدد للالكترون اللي يكون عندها ال quantum numbers اللي جاي N بسري طيب ممكن نمشي مع بعض واحدة واحدة يعني ايه N بسري يعني ال energy level التالت اقصى عدد للالكترونز يكون كام مثل لو بتتكلم على principal level وعايز تعرف عدد الالكترون فمن relation اسمها 2N power 2 ف2N power 2 تجيب لي هنا 18 electron يبقى ال energy level التالت مسموح ان هو يكون في 18 electron استنى كمل مش بس ال N بسري ده انا عايز كمان ال L تكون بواحد مثل لما ال L تكون بواحد يبقى انت كده عايز تعرف عدد الالكترونز اللي موجودة في ال sub level فبستعمل relation اسمها 2L plus 1 بس بضرب ال relation دي في كام في 2 اللي هي اتفاقنا ان هي 4L plus كام 4L plus 2 يبقى 4T يبقى دي تطلع 6 electron طيب ML negative 1 ML negative 1 ده انت بتتكلم على orbital بعينه والاوربيتال يا مستر انا عارف انه هو بيتكون من اتنين الالكترون من غير اي حسابات يبقى اوربيتال يبقى اقصى عدد دي اتنين الالكترون عارف انت كده عملت ايه انت كده قلتلي ال N بتلاتة فاقصى عدد 18 لكن لما ال B تكون ب 1 يبقى اقصى عدد 6 انما لما تتكلم على اوربيتال بعينه يبقى اقصى عدد يبقى كام اتنين وانا ببص على اخر quantum number هو كاتبه يعني يعني N 3 L 1 ML negative 1 يبقى انت بتتكلم على اوربيتال بعينه ماليش دعوة بدا وماليش دعوة باللي قابله يبقى لما يكون اوربيتال بعينه اقصى عدد للالكترون يكون موجود جواه كام هم اتنين الالكترون N 3 و اللي بواحد لو عايز احولها لسبليبل واحد دي انهي سبليبل عندي B والN بسري يبقى معنى كهة 3B انت ما بتتكلمش على 3B انا عارف ان ال B بيتميلي بستة بس ترسملي الاوربيتال عشان انت بتتكلم على اوربيتال بعينه اللي هم negative 1 و zero و post 1 انا بكلمك هنا على الاوربيتال اللي اسمه negative 1 ده اقصى عدد للالكترون كام اتنين واحد لفوق واحد لتحت ما كنتش محتاج تقامل كل الحكاية دي مجرد ما انت بصيت هنا انت عرفت الايجابة السؤال لبعده بيقول لي يعني هنا بيقول لي مين البرينسبال ليفل اللي يكون عنده سبليبل اسمه S و سبليبل اسمه B و سبليبل اسمه D يعني مين البرينسبال ليفل اللي يكون عنده تلاتة سبليبل تلاتة ده مش نمبر مستر طالما انت بتتكلم على نمبر فانا وانت فاكرين ان علاقة البرينسبال ليفل بالسبليبل هي N يعني يعني البرينسبال ليفل بيتكون من عدد من سبليبل بيساوي رقمه طب انا جيت لك السؤال من تحت يعني يعني يقولتك ان هم تلاتة سبليبل ما هو تلاتة سبليبل يبقى الان بكام؟ نفس الرقم. يبقى معنى كده يا مستر ان الان تكون بسري. طب لو جيت قلت لك مين البرينسبال ليفل? اللي فيه اربعة ساب ليفل. اربعة ساب ليفل? يبقى انت كده عرفت ان الساب ليفل اربعة. طب ما هو كده كده يا مستر هم هيتساوي يبقى الان بفور. طب مين اللي فيه اتنين? يبقى الان باتنين. طب مين اللي فيه واحد? يبقى الان بواحد. يبقى انت هنا مستر بتتكلم على ان بسري. عشان الان بسري ده عدد السابليبل اللي عنده يكون بإن يعني يكون بكام يبقوا بثري اللي هما إس وبي ودي اللي هما سري إس وثري بي وثري دي. إن بثلاثة ده بقى مين؟ قال لي مش أول واحد كه. اللي بعده إل. اللي بعده إم. اللي بعده إن. فده بواحد وده باثنين وده بثلاثة. يبقى مين اللي الإن بتاعته بتلاثة هو البرينسيبالليبل اللي اسمه إم. يبقى الإجابة هنا بي. خليني أقولك إن أنا عشان أحسب الأنرجي حبيب قلبي بس تعمل كان اسمها إيه إن بلاس إل يا مستر عشان أحسب الأنرجي طيب يبقى إن بلاس إل الراجل مشكور أنه جاي سؤال سهل قوي مديني إن ومديني إل طب اجمع لي كده الإن على الإل هنا يبقى سري سري بلاس وون يبقى فور تو بلاس زيرو يبقى يبقى لما حسبت الأنرجيز بتاعتنا عايز أرتبهم بقى من الصغير الكبير مين أقل له واحد يا مستر؟ رقم تلاتة مين ييجي بعده يا مستر؟ الرقم واحد عشان بتلاتة مين ييجي بعده أكبر رقم فيهم؟ رقم اتنين يبقى رقم اتنين كان باربعة فده أكبر واحد رقم واحد كان بتلاتة فده اللي في النص رقم تلاتة كان بتلاتة فده أقل له واحد يبقى ترتبها تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين اللي هي الإجابة سي الراجل بيقول لك كام إلكترون كام إلكترون يعني يا مثل انت بتسألني هنا على نمبر على عدد فالبرينس بالليبل عنده سابليبل بعد السابليبل عنده أوربيتال بعد الأوربيتالز عنده إلكترون فانا عايز الريليشن الأخيرة اللي هي كانت 2N باور كام 2N باور 2 فهو بيقول لك كام إلكترون ممكن يكون عندهم الـ N بسري يعني في الانيرجي لبل التالت فانا عايز تحسب عدد الإلكترون اللي في الـ N بسري استعمل الريليشن اسمها 2N باور 2 فيبقى 2 تايم السري باور 2 يا مستر تطلع معي 18 إلكترون أو أبقى حفظت من كتر ما أنا بحل مش هو بيتكلم على التالت التالت بيتميلي بكام؟ 18 يبقى ممكن يكون عندي 18 إلكترون للـ N بتاعتهم بسري مش صح مش صح يا مستر مش صح دي لازم ترجع للـ RELATIONS بتاعت الـ VALUES بقى انت هنا VALUES خلاص انت هنا بتتكلم على VALUES مش أعداد فأولا كده يا مستر الـ N ما بتسويش الـ L ولازم تكون أكبر ثانيا يا مستر إن الـ M L بتاعتنا بتتروح من نيجاتي في الـ L لحد بوسط في الـ L N و L أكبر صح N و L أكبر صح خلاص طب وبعد كده يا مستر أتنقل المرحلة اللي بعدها طالما كلهم صح يبقى هروح أكارن الـ L مع الـ M L ينفع الـ M L تكون بـ NG1 لما الـ L تكون بـ 1 مفيش حاجة اسمها ينفع وما ينفع إنت لازم هنا تجيب الـ M L values فـ M L values تتروح من نيجاتي في الـ L يعني نيجاتي في وان وزيرو و بوسط في وان دي نيجاتي في وان موجودة يبقى ينفع اللي بعده يا مستر هنا نفس القصة الـ L بكام بـ 1 يبقى الـ M L نيجاتي في وان وزيرو بوسط في وان بوسط في وان موجودة ينفع هنا يا مستر N بـ 2 L بسري تعال نقارن ده مع ده يلا يا مستر لما الـ L تكون بسري ينفع الـ M L تكون بكام ينفع الـ M L بتاعتنا مستر تكون من نيجاتي في وان زيرو بوسط في وان وكمان بوسط في وانا عندي هنا نيجاتي في واندي هنا نيجاتي في واندي هنا B و D و F اللي هو أقصى L عندنا في الكامستري بكام? أقصى L يا مستر بسري. طب هو مديني L هنا بكم? مديني ال L بخمسة. إحنا معندناش L بخمسة يا مستر. يبقى الإجابة B هي الإجابة L خلق تمام? في مبس كلمة نقصة هتلاقيها عندك في البدي اف. يعني البي دي اف اللي موجود عندك هتلاقي فيه كلمة فور استيبل أتم. يعني هيا بتكلم على حاجة ت حاجة ت حاجة تبو. أقصى عدد اللي موجودة هم اربعة الاس والبي والدي والاف يعني الال اللي متاحة بالنسبة لنا في الكامستر يا زيرو يا تو يا سري هنا الال بكان بخمسة ما عنديش انا الال بخمسة يا مستر تمام عشان كلمة ستيبل اتم تمام حلو السؤال ده بيقول لي مين في دول عنده انرجي يقل من السري دي طيب تعال نشوف مع بعض سري دي اصلا الانرجي بتاعته بكام يا مستر عشان احسب الانرجي فانا بس سبها من ان بلاس ال فانا محتاج الان والال ال 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 الرقم اللي قابلي بالسري والال بتاعت الدي بكام بتو ال اص بزيرو والبي بواحد والدي باتنين والاف بتلاتة يبقى الدي بكام بتنين يبقى هنا مستر الاجابة فايف عايز احسب للتنين دول الانرجي ان و ال و ان و ال هنا الان بس rating والال بكم بتاعت البي بواحد لما جمعهم يطلعه فور هنا ال ال بكم? بفور. والل بتاعت الاس زيرو لما تجمعهم يطلعوا فور. فالرقمين هنا اقل من الخمسة يبقى دول اقل من السري دي. خش علي بعده. تعال نحسب. والل زيرو. لما نجمعهم على بعض فايف. فايف بي. ان بواحد ولا ان بخمسة? والل بواحد? اجمعهم يطلعوا ستة. يبقى ستة وخمسة. ستة وخمسة مش اقل. هنا فور بي. لما نيجي نجمعنا وانت ان وال. يطلعوا معنا هنا فور وون. يطلع فايف. وهنا لما نجمعهم يطلعوا سيكس. فبردو مش اقل. يبقى الوحيدة اللي اقل هي الاجابة ايه? خلي بالك ان السؤال ده ممكن يجي بطريقة اشيك. ويقول لك او دي اوربيتال. طب هنا انت محددتش انهي دي يا مستر. يعني انت مقلت يعني عندي سري دي وعندي فور دي وفايف دي وسكس دي. انت قصدك انهي دي فيهم. قال لي طالما انت محددتش فانا باخد سؤالي على اقل واحدة فيهم اللي هو السري دي. يبقى انا لو محددت لركش انهي دي انا عايزها بعنها روح لا اقل دي. طالما انت بتقول دي اوربيتال. يبقى انت بتكرم باصغر واحد عندك مش اكبر واحد عندك. يبقى انا لو سكدت عند حوار الانرجي ده. وقلت لك مين في دول? هيبقى اقل من البي. طب ده البين عندي بس السؤال كده كده بيجي عندنا في اخر السنة في الامتحان واضح ان هو يقول لي اللي اصدق عليها بالزبط. بيقول لي لسن فور. فانت عارف ان اول واحد ده اسمه بي اكس. وطبعا طالما هو يبقى اسمه تو. وهنا تو بي واي. وهنا ده تو بي زد. طيب تعال كده نبدأ. مختلفين في الانرجي. تعال نحسب الانرجي لكل اوربيتال. عشان نحسب الانرجي. هنا الان والقل. الان بتو. والقل بتاعت البي بواحد. فالانرجي بسري. هنا شرحه. تو وان تطلع سري. وهنا خو. تو وان يطلع برضو الانرجي بسري. فالانرجي بتاعت الاربيتال متساوية. غلط. ايكوال ان انرجي. صح. مختلفين في الشيب. لا يا مستر. اه مش البي ده. كنا بنقول ان هو على شكل كمت رايتين متقابلتين. اهو. هيد باي هيد. فالبي شكله كمت راية. طب بس ده البي اكس يا مستر وانت بتتكلم في اتجاه الاكس. طب بالنسبة لو انا باتكلم في اتجاه الواي. اه ليه? لا. لو بتتكلم في اتجاه الواي بقى الشكل هيختلف. هيبقى كمت راية برده. بس على الواي. طب استنى مثل لو انت بتتكلم على الزد. لا هيختلف بقى. هيبقى كمت راية بس على الايه? على الزد. هيختلف انت مثل هتقاظر. كلهم شكل يا مستر. بس الفرق في يعني ايه في ده في اتجاه اكس وده في اتجاه وي وده في اتجاه زد. يبقى هما ما عندهمش هما نفس الشيب بس واحد اكس واحد واي واحد زد. يبقى هما عندهم نفس الانرجي وعندهم نفس الشيب بس ما عندهمش يا مستر نفس الديريكشن زي سب ليبل بي از تمام البي شكله عامل ازاي لسه رسمين والبي اهو اللي هو كان بترسموش انفينيتي صراحة يعني رسمو زي ما المستر بيرسمو على شكل كومتر ايه ما تكسلش اهي البي اسيمتريكال سفيريكال اوربيتال البي على شكل سفيريكال سفير مستر البي على شكل سفير لا يا مستر ده الاس طيب البي عنده لأ لأ مستر البي عدد الاربيتالز بتاعته تلاتة يا مستر البي عنده تلاتة عندهم نفس الشيب وعندهم نفس الانرجي موافر اه عندهم نفس الشيب كلهم عبارة عن وكلهم مستر عندهم نفس الانرجي يبقى احنا كده اخدنا ايه اه اه عملنا ريفريش لدماغنا في حوار الكوانتم نمبر عايزين بقى نروح لطريقة ايه احب عشان الالكترونيك كونفجريشن يلا كده نفتكر الالكترونيك كونفجريشن بطريقة احب احب دي يا مستر لو تفتكر كانت بتمثل تلاتة علما مين التلاتة علما بتاعنا اول عالم فيهم كان اسمه افبو واللي بعده كان اسمه هونس واللي بعده كان اسمه باولي تمام؟ كل واحد فيهم بدأ يتكلم عن حاجة معينة افبو تكلم عن السابليبل بس باولي او هونس اتكلم على الاربيتالز انما باولي اتكلم على الالكترونز وانا وانت اتفقنا ان احنا حابين نبدأ كلامنا بقفو قفو قال لي احنا هنبدأ نوزع الالكترونز بس مش في البرينس في الليبل يعني مش هتوزعها مثلا لا اتوزع في السابليبل طيب على اي اساس قال لي برضو نفس الاساس اللي احنا ماشيين عليه يعني بتوزع الالكترونز على السابليبلز اللي عندها اهل انرجي الاول طيب طيب احنا هنحسب الانرجي ازاي بان بلاس ال قطر خيره قفو حسب الانرجي ولما حسب الانرجي كتب لنا الاتي بقى لو تفتكر لو تفتكر ولو انت مذاكر تبقى ولد فرود وبتقول معايا دلوقتي بعد كده بعد كده اخب بالك ان الميستر بيتأخر شوية ليه عشان ان ما بيمشيش بالطريقة اللي احنا قلنا عليها ما طبيعي بعد كده بقى ايه واحدة ويديني بقى يا ميستر الايه اخر حاجة ودي كانت الباكس بتاعتنا وعشان اشرح لك الباكس دي اتفقنا ان هم سبعة عشان بيمثلوا السبعة انرجي ليبل من واحد اتنين تلاتة اربعة لحد موصلت للسابعة بتاعنا بعد كده اتنقلت وقلتلك ان احنا الوان اس ده هو محفوظ احنا بنبدأ نتكلم من بعده ان احنا هنبدأ هنا نزود سب ليبل جديد وكل اتنين باكس ورا بعض بيكونوا شبه بعض كل اتنين باكس ورا بعض بيكونوا شبه بعض ما ليش جعب الاركام ده سو بي سو بي اس دي بي اس دي بي وده اس اف دي بي وده اس اف دي بي ولما جينا نتكلم على الاركام قلنا ان احنا بنقارن الاركام كلها برقم الاس رقم الاس طلع شبه رقم البي ايه الان دي؟ الان دي رقم نمبر فلو النمبر هنا تو يبقى هنا تو ولو هنا سري يبقى هنا سري انما لما جينا نتكلم على الدي لقينا ان الدي بيكون اقل برقم من الاس ولما جينا نتكلم على الاف قلنا ان الاف بيكون اقل برقمين من الاس واتفقنا ان السب ليبل هما اس وبي ودي واف وقلنا ان احنا بنبدأ نزود اول واحد اللي هو البي في اول اتنين باكس حيلا بعد كده بنجي على الدي طب انا عايزة حط الدي ازوده بزوده فين اتفقنا ان السب ليبل الجديد اللي بينزل بينزل ورا الاس على طول ويبقى اتنين باكس وتزود يبقى كل اتنين انا بزود يبقى اللي اتنين دول خلصه زودت الدي طب بعد لما يخلصوا عايز زود الاف الاف ينزل ورا البي ورا الاس على طول فبالتالي حبيب قلبي عايزين نشيل دي ونسحب دي وتكتبهم بقى انت معاي اتفقت معاك ان اول واحدة هي وان اس فقط طيب وبعد كده بعد كده كان عندي المستر يعمل كده ويقول لي ليه اقول لهم انا بقسمهم اتنين عشان دول هيا بو شبه بعض طب هنا في مين هنا في اس وهنا في بي والمستر كان بيقول لي كل الباكس بتبدأ باس وبي وما بيرقمش غير في الاخر كده انا خلصت دي هروح للاتنين باكس اللي جايين طب يا مستر وبعدين هزود سابليف الجديد مين اللي علي الدور دي الدي ينزل فين ينزل اي سابليف الجديد ورا الاس على طول يبقى الاس وينزل الجديد دي وحط هنا بي ده شبههم فيبقى اس دي بي خلصت اتنين يبقى عندي يا مستر اخر اتنين طب هعمل ايه هنا قال لي زي اللي قابله بالزبط هنزل سابليف الجديد مين اللي علي الدور اف اخر واحد ينزل ورا الاس على طول فيبقى اس والاف نزل والدي والبي زي ما هم دي بي وهنا اس اف ودي وبي عايز ابدأ ارقم المستر لما كان بيرقم كان بيرقم اس وبي بس انا هنا بدأت وان اس بقى اللي وراه تو اس ورقم البي زي الاس يبقى تو بي هنا هيبقى سري اس وسري بي هنا فور يبقى البي فور هنا الاس بفايف يبقى البي فايف هنا الاس سيكس يبقى البي سيكس هنا الاس بسيبن يبقى البي هتكون بسيبن بعد كده كان يروح للدي ويقول لي ان الدي اقل برقم فاول دي هنا هنا الاس بفور يبقى دي تكون سري فايف يبقى تكون فور هنا سيكس يبقى تكون فايف هنا مستر سيبن يبقى تكون سيكس وبعد كده يروح للف وينقص رقمين فالف هنا يا مستر تكون أقل رقمين فتكون هنا بسيفن تكون ولما بدأنا قلت لك هتسمعها وبتاعه وتخضيته وعيبته وبتاعه وبعد خمس دقايه من الشرح سمعتها عشان لما بتفهم بتعرف تكتب فالشرط الأساسي إن حضرتك لازم تفهم وكان عندنا شوية في توزيع الإلكترون إيه يا مستر الرولز اللي إحنا اتفقنا عليها في توزيع الإلكترون أول رول إن إنت ما ينفعش تتنقل من الوان إس للتو إس غير لما الوان إس يكونت مالة لآخره والإس بتتملي بكام إلكترون بتتملي باتنين إلكترون والبي بتتملي بستة والدي بتتملي بعشرة والإف بتتملي باربعتاشر إلكترون وما ينفعش تتنقل من للتو إس للتو بي غير لما يكون أخد كل الإلكترون وما ينفعش أتنقل من التو بي للسري إس غير لما ده يكون وما ينفعش أتنقل من الفور إس للسري دي غير لما يكون مالي وما ينفعش من السري دي للفور بي يبقى ما يفعش تتنقل من سبل للي بعده غير لما السبل اللي عندك يكون كومبليتلي فيلد ويز إلكترون والترتيب اللي موجود قدامك حبيبي ده من الليويست في الأنرجي لحد الهايست أنرجي يعني أقل واحد في الأنرجي هو الوان اس وأعلى واحد في الأنرجي عندي هو السيفن بي ده ترتيب الإلكترونز بتاعتنا أو ترتبنا لحسب الأنرجي بعد تبدأ توزع الإلكترونز بتاعتك وتبدأ تشتغل وبيكون عندنا في الحتة دي سؤالين سؤالين أساسيين وحاجتين أساسياً إن حضراك توزع الالكترونيك كونفيجريشن وده الطبيعي إنك توزع الالكترونز بيجي سؤال مين أعلى أنيرجي؟ مين أبعد واحد؟ أخسر منين؟ أزود فين؟ والكصة دي اتفعنا إن إحنا عندنا حاجة اسمها أينز حبيبي والأينز يتقسموا نوعين كاتاينز وأناينز والأناينز دول اللي هم النيجاتف أين اللي بيتكونوا بجينينج الالكترون فلما اكتب لك سي إل ون نيجاتف معناها بالس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اين حلو بخسر الالكترونز منين المستر قال لي حضرهك بتخسر الالكترونز بيطلق عليهم الفيلانس الالكترونز ايه الفيلانس الالكترونز الفيلانس Cell کترون بمفهومها القديم هي اللي كانت بتكون موجودة في اخر انرجي ليبل كن방 نقول عليه outermost انرجي ليبل بمفهومها الجديد بقت موجودة في outermost sub once herself as طب هو مين اخر انرجي ليفل يا مستر بيكون اخر انرجي ليفل هو ابعد انرجي ليفل عن النيوكلياس طب يا مستر اخر ساب ليفل اخر ساب ليفل هو ابعد ساب ليفل عن النيوكلياس يبقى انا بخسر الالكترون زمنين من ابعد انرجي ليفل ومن ابعد ساب ليفل حلو مليش دعبها بانرجي ليفل خلاص يبقى لما اجي اقولك انا النهاردة هخسر الالكترون زمنين من ابعد ساب ليفل عشان ما تطلقبطش عملت انا وانت حاجة بسيطة قلتلك ابعد دي يعني اخر ساب ليفل انت كت اخر سابليفل حضراتك كتبته لو كان اس يبقى معنى كده ان حضراتك بتخسر الالكترونز من الاس طب لو اخر سابليفل انا كتبته يا مستر كان بي فحضراتك بتخسر الالكترونز من البي والاس اللي قبلها ولو اخر سابليفل كتبته كان دي فحضراتك بتخسر من الدي والاس اللي قبلها يعني من الاخر كده الاس دي فسوخة يعني يا مستر يعني موجودة معنا في كل حاجة اي حاجة حضرتك هتكتبها شوكولاتة لازم يكون فيها اس لو اخر واحد اس هخسر من الاس طب لو اخر واحد B يبقى هخسر من الB والاس اللي قبلها لو اخر واحد D هخسر من الD والاس اللي قبلها ولما جيت انا وانت يا دكتور نتكلم على حاجة تانية بقى حاجة اسمها ونخش في الاسئلة بقى خلاص والنحية التانية حبيب قلبي حاجة اسمها فارزر فروم نيوكليوس يعني الالكترونيك كونفيجريشن مقسوم نصين حاجة اسمها البعد او القرب المسافة يعني وحاجة تانية اسمها الطاقة والطاقة دي هي من الاخر هو اخر سابليفل يعني اخر سابليفل حضراتك بتكتبه هو ده اللي بيكون عنده اعلى انجي وليكن دايما المشكلة بتكون في الدي سابليفل خلي بالك يعني مثلا لما اجدك اكزامبل على الفانديم ابو تونتي سري وقولك هو وان اس تو تو اس تو كده عشرة صح روح اللي بعده سري اس تو تناشر سري بي سكس كده تمنتاشر كده مستر عشرين يبقى السري دي ياخد الباقي اللي هو سري لما يسألك هو مين اللي عنده هايست انرجي اعلى انرجي اعلى انرجي يبقى اخر سابليفل حضراتك رسمته يبقى السابليفل ده هو اللي عنده اعلى انرجي طيب سورة يا شباب طيب لما يجي يسألني حباب قلبي هو أنهي الكترون اللي عنده أعلى أنيرجي يعني يعني انت خلاص عرفت أن الهيست أنيرجي هو السري دي بس السري دي عنده كم إلكترون؟ ثلاثة أنا عايز بقى أنهي واحد في الثلاثة عشان تعرف لازم ترسم يعني يا مستر عشان أعرف هو أنهي واحد اللي عنده أعلى أنيرجي لازم أرسم الدي فالدي بيتكون من كم أوربيتال؟ من خمسة قادي الخمسة أوربيتال تحطوا جواهم الإلكترون بتاعت ساعتك آخر إلكترون حضرتك رسمته بإيدك هو أعلى أنيرجي مش ده آخر واحد مش ده التالت خلاص يبقى هو ده أعلى أنيرجي اللي هيكون موجود هنا تمام؟ ده كلام سوريتيكال يعني عمتها يبقى آخر واحد موجود هنا هو ده أعلى واحد في الأنيرجي يبقى أعلى أنيرجي هو آخر سابليبل اللي أنا برسمه طيب تعالي بقى أسألك على السؤال التاني المسافة مين أبعد؟ لنفس الإجزامبل الفناديم اللي هو بتوينتي سري فهقول يا مستر وان اس تو تو اس تو قول معايا تو بي سيكس وسري اس تو وسري بي سيكس فور اس تو يا مستر وديني واحدة سري دي سري هنا الراجل بيسألك عليه المسافة مين الأبعد عن النيوكليس؟ أنا واحد أبعد مستر الأبعد هو اللي بيكون عنده أكبر N تمام؟ ايه أكبر N دي؟ دايماً ببص في آخر الالكترونيك كونفجريشن اللي أنا كاتبه تمام؟ ببص على آخر ثلاثة سب ليفل على الال حضراك هببص على آخر ثلاثة هنا فحضراك تجي ببص لي هنا الـN بتلاتة وهنا الـN بتلاتة بس هنا الـN بكام؟ باربعة N باربعة دي معناها أن دي الـS اللي في الرابع يعني لو جيت أرسم لك فأنا عندي هوم ايدي اربعة انرجي ليفل هنا أنا عندي فور اس فالـS موجودة هنا إنما سري بي وسري دي فسري بي هنا وسري دي هنا فمين يا مستر يعتبر أبعد واحد أو أطول خط أطول خط اللي رايح للـS يبقى مستر الـS هو أبعد سب ليفل عن النيوكليس نمام؟ طب لي عشان أنا دلوقتي هاجي وأقول لك أنا عايز الفيلانس إلكترون فالفيلانس إلكترون كده كده في آخر سب ليفل أنا ده سامته دي بس همستر طالما دي يبقى دي والـS اللي قبله فالفيلانس إلكترون هم فور اس تو والسري دي كام سري اللي هم مجموهم على بعد خمسة إلكترون هاجي وأسألك بقى أنا عايز أخسر إلكترون هخسر منين الأول؟ من الفور اس ولا من السري دي؟ قلتلك إن إحنا بنخسر الإلكترون من الفارزر الأبعد يعني هتخسر من الفور اس الأول يبقى خب بالك إن أنا عندي سؤالين أعلى أنرجي ده آخر واحد رسمي طب يا مستر أبعد واحد عن النيوكليس أبعد واحد عن النيوكليس اللي عنده أعلى إن يبقى يا مستر أبعد واحد هو أعلى إن أكبر إن موجود هنا إنه 1 2 2 3 3 4 3 أكبر إنه قبلتها يعني إنه 1 4 يبقى ده هو هيكون يا مستر أبعد واحد عن النيوكليس فأنا هبدأ أخسر الإلكترون من عنده طب نفترض إن أنا كان مكتوب عندي فور اس 2 3D 10 فور بي 1 وراجل جاي وبيسألني دلوقتي فين الفيلانس إلكترون الفيلانس إلكترون حضرتك انتهيت بإيه الالكترونيك كونفجريشن بي بي صح؟ فالمستر قال لي البي والاس اللي قبلها يعني السري دي ما ليش دعوة بي يبقى أنا فور بي والفور اس اللي قبلها هم دول الفيلانس إلكترون يعني 1 و 3 يبقوا 3 إلكترون يبقى أنا هاخسر من الفور بي وهاخسر من الفور اس طب مين هنا أبعد يا مستر فور اس ولا فور بي لا قالت مين في الرابع يبقى هابدأ أخسر من آخر واحد اللي هو الفور بي وبعدين أبقى أخسر منين من الفور اس ده في حالة لوزنج الإلكترون طب جينينج الإلكترون مستر قال لي بقى زودهم يعني لما كتب لك F9 1 نيجاتف دي معناها ايه؟ معناها يا مستر ان انت جين فبدل ما هم تسعى ابقى وزع عشرة والفون نيجاتف مكتوب عندك في الكتاب آآ مش تواكر والله في صفحة كام مكتوب الإلكترونيك بتاع وان اس تو وبعد كده كان مكتوب تو بي فايف أرجو من حضرك تعدل لي تو بي فايف دي تخليها تو بي سيكس عشان هما المفروض هتزود واحد فبدل ما هم تسعى يبقوا عشرة فاللي احنا كتبين وهنا كان تسعى فدي غلطة مبعاية يعني مش مشكلة ما عايزك تعدل بس الحتة دي حبيب قربي اروح انا وانت بعد كده للحاجة اللي هيمسيب الخير هونس عم هونس كان بيقول لنا يا جماعة عم هونس كان بيقول لنا كلمة واحدة وارجوك لا تخلط بين الامور ما تعملش عملية بيرنج غير لما كل واحد ياخد الكترون غير كده ماليش دعوة يعني يعني غير كده انت مبتعترتش على كلام هونس بس هونس كان عنده شرط اساسي ان حضرتك لازم ترسم اخر سبليبل يعني لما اجي اقول لك وزع الالكترونز على طريقة هونس فحضرتك لازم ترسم ودايما الحوار ده بيحصل مع البي وليكن ان انا هجي اقول لك مثلا اس بسكستين فانت هتوزع عادي كده عشرة كده دول 16 الالكترون حلو وانت كده موزع بطريقة بس انا عايزها بطريقة هونس ايه لي يفرق اف بو عن هونس اخر سبليبل ان اخر سبليبل ده لازم يترسم ودايما لما بييجي سؤال هونس بيبقى اخر سبليبل بيكون بيا عشان احنا بنعرفش نرسم حاجة ونقسمها غير البي فحضرتك مطالب انك ترسم لي السري بي ده فتروح وترسم السري بي اهو يا مستر مش عارف القلم بيغير لونه ليه نبدأ مع بعض دول كاميرا باع فبنحط سنجل الالكترون الاول اهو عا تنسى واحد اتنين تلاتة وبعد كده الرابع بس فين لتحت اول واحد ده كان اسمه بي اكس بس ده كان اسمه بي واي وده كان اسمه بي زد اهو عا تنسى ان طالما ده سري بي وده سري بي وده سري بي طب ايه اللي هيختلف دلوقتي انك مش هتكتب لي بس سري بي فور يعني هتكتب من الاول لحد السري اس عادي يعني وان اس تو تو اس تو تو بي سيكس يا مستر مفيش مشكلة سري اس تو وتوقف بعد كده بتبدأ تاخد اللي انت كتبته هنا تحطولي هنا بمعنى ايه معنى ان البي اكس فيها كام؟ اتنين فتقول له والله ان سري بي اكس فيها اتنين بس سري بي واي فيها الكترو بس يا مستر بي زد فيها كام؟ فيها الكترون برضو يبقى معنى كده انا وزعت ايه؟ الالكترون بس بطريقة هونس يبقى هونس كان بيقول الالكترون وعنده طريقة لتوزيع الالكترون انك دايما انترسم البي بي اكس وبي واي وبي زد سوى بقى سري بي او تو بي او فور بي ايا ما يكون وتقوم جايا كاتبهم هنا وتقول لي كل اوربيتال في كام بعد كده بقولي ما عملش حاجة كبيرة خالص في الكامستري غير ان هو قال لنا يا حبيبي انا مش عايز او نو تو او زير از نو تو الكترون مفيش اتنين الكترون يعني مستحيل تلاقي اتنين الكترون عندهم نفس في ايه؟ جوا نفس الاتوم لا ده شيء مستحيل ما ينفعش يحصل لو حصل يبقى الكلام ده ضد كلام بولي يجي لك سؤال في الاخر في اخر الهومورك كان عندنا مين اللي ضد بقى كلام بولي ضد كلام هونس ولا ضد كلام اف بولي على كده نشوف الكامرا اسما اللي قدامك دول هم هيبقوا ضد مين؟ ايه وبي وسي تمام؟ نبدأ باول واحدة ايه ونفكر مع بعض هي ايه ضد كلام مين؟ مش عايزك تنسى اف بو قال ايه قال احنا بنملى الاقل في الانرجي الاول بعد كده نروح للأعلى في الانرجي يبقى طالما انا اقل في الانرجي لازم تملاني كلي وبعد كده تروح للي جنبي هنا هو رسم اربط الواحد فطالما اربط الواحد ده اس وده بي فالاس بيتميلي باثنين والبي بيتميلي بستة فعشان اروح عملة البي لازم الاس يكون اخد كام تو هنا الاس معاك كان واحد وللأسف انت بدأت تملى في البي يبقى معنى كان ان انت مخلصتش الاقل في الانرجي الاول يبقى معنى كده يا مستر ان انا محققتش كلام اول واحد اللي هو اسمه اف بو يبقى ازاي تعرف ان اف بو ما تحققش انك تلاقيني باملى اوربيتال واللي قبله لسه ما اتملاش يعني انا هنا باملى البي والاوربيتال اللي قبله اللي هو الاس لسه ما اتملاش يبقى معنى كان انا ضد اف بو تعالي نروح للي بعده هنا انا مفيش بيرنج اصلا هنا انا في بيرنج بس هل في مكان فاضي لا مفيش مكان فاضي يبقى طالما في بيرنج يا مستر مفيش مشكلة طيب خلاص عشان تتأكد ان باولي مش غلط اتأكد ان الرسمة صحة بس مش اكتر بمعنى ايه مستر الكلام اللي انت بتقوله ده ان حضرك تبصلي هنا ده واقف لوحده بص لفوق خلاص يعني عامة عامة ما تقرنش ما بين اتنين عشان كده كده هيكونوا مختلفين في الال يعني هنا الال بزير وهنا الال بواحد فكده الرجل ده واقف لوحده فباولي منوش دعوه بيه تعال نبص هنا هنا انا عندي تلاتة الكترون كل واحد فيه في حتة لوحده خلاص يبقى دول ودول ودول هيكونوا مختلفين في الام ال دايما باولي حكايته بتحصل جوا نفس الاربيتر يعني لازم نكون مع بعض جوا نفس الاربيتر عشان نتشبه في الام ال ونتشبه في الال ونتشبه في الان ويحكم علينا في الاخر الام اس فبص هنا طالما واحد لفوق واحد لتحت خلاص طب تعال يبقى كده كله تمام معادة اف بو هنا هنا الاس اتملع على اخره باتنين وبعد كده اروح تملى البي خلاص يبقى هنا اف بو تمام يعني يعني اف بو عشان يحصل معا مشكلة لازم الاس ما يكونش اتملع لا الاس اتملع وروحت للبي خلاص طالما انت تملى في البي املى بالطريقة اللي انت عايزها مش قصتي انا كاف بو مش زعلان تعالى الهومس هومس طب كده كده الاس مفوش غير اروبيتال واحد فمش معا حكاية طب بالنسبة للبي هنا لا هنا في مشكلة ايه انا عندي حصل بس في نفس الوقت عندي اروبيتال فاضي يبقى هونس هنا ما تحققش يبقى الراجل ده عنده مشكلة طب بالنسبة الباولي مستر قال لي دايما بص على الاوربيتال لوحده ولو لقيت واحد فوق واحد تحت خلاص بص على اروبيتال لوحد واحد فوق واحد تحت خلاص بص على اروبيتال لوحد واحد فوق واحد تحت خلاص يبقى فاولي ما عندوش مشكلة. تعالى هنا هنا الاست ملأة مستق Vi. وهنا بدأ تم لها في البي. طالما الاست تملأه ومادقه تم لها في البي. يبقى فهم عندوش مشكلة. بص على البعض. هونس. كده كده ده الواحد فالبيرنج لازم يحصل. هنا مفيش يبقى هونس معندوش مشكلة. تعالا نشوف باولي. باولي عشان ابص وبامسك كل الواحدة. هنا الاربتال ده الاتنين بصين. مفوق. يبقى هنا باولي عنده مشكلة عشان اتنين لفوق يبقى نفس الام اس وطالما نفس الاربيتال يبقى نفس ام ال نفس ال نفس ان يبقى تشابه في الفور كوانتم نمبر فبالتالي باولي يقف قدامك ويقول لك لأ انا ما عندي مشكلة والدنيا هنا فيها حوار كبير كان عندنا سؤال في الفيديو بتاع المحاضرة نفسها بتاع ليسوا من فور فاطمة زميلتنا ربنا يبارك لها اخدت بالها ان انا حلت حاجة غلط انا شخصيا وانا بحل عمله مش راضية تصبت ليه ما انا عارف ان هي لازم تطلع غلط هي طلقت صح فالمفروض ما كانش تطلع صح فهي يا فاطمة ايه اخدت بالها من الجزئية دي فاحنا بنذكرك يا فاطمة جدا في الفيديو طيب تعالا بقى نتكلم مع بعض حبيب قلبي كان السؤال بيقول ليه كنت بقولك في السؤال ده ان انا عندي تمام وعايزك تجيب لي فاتفقنا عشان اجيب فالاتوميك نومبر هو عدد وبيسوي الكترون فقمت جاي انت بقى ايه فاتح صدرك وقلت التلام هو بيتكلم عالتالت يا مستر فانا هرسم التلاتة وقم جاي حاطت في التالت سبعتاشر وعشان يبقى ده في سبعتاشر يبقى اللي قبله تماله فاتو بلاس ايد بلاس سيفنتين يبقى انا عندي سبعة وعشرين يبقى الاتوميك نومبر بسبعة وعشرين قلتلك ارجوك ما تستعملش الطريقة دي قلتلك بعد اذنك لما يجي اسألك عالاتوميك نومبر لازم تعمل بطريقة احب طيب عملها ازاي مستر قلتلك تعاله هو بيتكلم على انهي التالت خلاص فتيجي على التالت وتقوم جاي راسم حبيب قلبي البرينسبال ليفل بتاعنا اللي هو انه بتساوي سري وبعدين حط السبليبل اللي موجودة جوا هو البرينسبال ليفل التالت مين السبليبل اللي موجودة فيه تلاتة سبليبل اللي هم مين اللي هم اس وبي ودي بس بعد اذنك اكتب لي ارقامهم سري اس مستر وسري بي وسري دي وكل اللي احنا عايزينه ان احنا نوزع السبعتاشر الكترون دول على الناس اللي هنا فديهم بالترتيب اول واحد الاس ياخد اتنين الكترون كاملين والبي ياخد ستة كده تمانية يبقى باقي كام يا مستر من السبعتاشر يبقى باقي تسعة تمام؟ انا قلت باقي سبعة للأسف في الفيديو بس هنا هيكون باقي معايا تسعة يبقى البي عندنا اتفقنا ان هو جوا ستة يبقى البي ياخد كام؟ الدي ياخد تسعة الكترون يبقى المفروض يا مستر السبعتاشر الكترون هيطلعه بالمنظر ده فور اس ولا سري اس تو وسري بي سيكس وسري دي ناين مستر قال لي ساعتها حط السري دي ناين قدام عينك وحاول توصله اخر واحد يعني فانا قدامي هنا السري دي ناين عايز اوصله بالالكترانيك كونفجريشن من الاول فهقول وان اس تو تو اس تو تو بي سيكس سري اس تو سري بي سيكس فور اس تو بعد فور اس تو في سري دي ناين يبقى انا عندي هنا السري دي ناين اللي انا كنت كاتبها ورا يبقى انا كده وصلت لسري دي ناين لما اجي جمع عدد الالكترون كده دول عشرة كده دول عشرين عشرين وتسعة يبقوا تسعة وعشرين فعدد الالكترون طلع تسعة وعشرين يعني الاتوميك نمبر طلع تسعة وعشرين مع انك من شوية كنتم طلعه كم؟ سبعة وعشرين يبقى الحمد لله المستر بتاعك صح يا ما ينفعش تزبط بنشكرك تاني يا فاطمة ايه وعتنسى حبيب قلبي ان المستر بتاعك اول ما بيشوف الدي ناين بيدربك على ايدك ويقول لك مفيش حاجة اسمها دي ناين اسرق يا مستر ليه عشان ما عندناش دي ناين بنسرق الكترون من الاس اللي جنبي فاسرق الكترون من الاس هنا فتتحول تبقى فور اس ون والدي تتحول سري دي تن مش هتفرق معاه في العدد في الاخر يعني كده كده انا خدت اليكترون من هنا وديته هنا لما عندهم هيطلعه برضو تسعة عشرين بس ما ينفعش انت كطالب تكتب سري دي ناين لازم تكتب سري دي تن ما ينفعش تكتب سري دي فور ما ينفعش تكتب دي فور عماتن لازم تكون دي فايف اسرق يا مستر واحد قال يا مستر طب نفترض انا كان الالكترونيك كونفجريشن بينتهي بسكس اس فور اف فايف دي والدي بتاعتنا مستر كانت بناين تمام والاس طبعا بتقول الف فور تين طب انا هسرق دلوقتي الالكترونز منين هسرقها من الف ولا من الس يا عم المستر بيقولك ايه قالك اسرق الالكترونز من الاس اللي قابلك دي اس لا دي اس ايوة يبقى انا هاخد الاتنين من هنا تبقى سريق ولا سكس اس ون وفايف دي تن يبقى انا كده كده بسرق منين من الاس بس ما ليش دعوة بالاف نروح بقى نحل شوية اسئلة على الكلام بتاع الالكترونيك كونفجريشن ونقفل ونختم مع بعض كده حبايا بقلبي الشابتر وات از اتوميك نومبر اوف ز ايليمنت هوز ليبل ويتش هايز از برينسبال كوانتم نومبر ان بتساوي سري وهو عنده سيرتين الكترون حلو يبقى الراجل بيقولي هنا عايز الاتوميك ايه عايز الاتوميك نومبر شبه اللي انا وانت كنا لسه بنحله خالص بالزبط يعني هوز هنا بس عندك كلمة لاصت ليبل يعني كلمة لاصت ليبل بس هي اللي ناصر هوز لاصت ليبل هزا كونتم نومبر ان بتساوي سري كونتين سيرتين الكترون حلو حلو جميل جميل يبقى معنى كده يا مستر ان انا هروح ارسن الان التالت المستر قال لي اعمل كده وحط الساب ليبلز اللي موجودة فيه اس وبي ودي يا مستر تمام وبعدين هو المفروض عنده كام الكترون تلاتاشر وزع لي التلاتاشر عليهم بالترتيب الاس ياخد تو والبي ياخد ستة كده كام يا مستر كده تمانية تمانية يبقى باقي كم من هنا يبقى باقي خمسة استنى نتأكد يا فاطمة عشان ما يحصل لناش مشكلة تمانية نا السيرتين يبقى ايوة مستر باقي خمسة يبقى انا عندي الدي فيها خمسة طب هما مين دول سري اس وسري بي وسري دي يبقى دول هما الساب ليبلز بتاعنا يبقى انا كده مستر عايز اوصل لمن للسري دي فايف هبدأ الالكترونيك كونفجريشن من الاول وان اس تو تو اس تو تو بي سيكس سري اس تو وسري بي سيكس وفور اس تو هتطلع معايا هنا يا مستر كام بتوينتي فايف حبيب قلب المستر لو انت روحت برضو واتجرقت وعملت نفس الغلطة وقتلع يا مستر التالت فيه تلاتاشر اليكترون يبقى اللي قابله في ايت واللي قابله في تو فهيطلعوا معاك تلاتة وعشرين اليكترون وانت طلعتهم من هنا بخمسة وعشرين طب الفرق ده مين في دول نملأ الفور اس الاول وبعدين نرجع نملأ مين في دول اللي يكون عنده تلاتة امبيرد تلاتة امبيرد دي يا مستر يبقى انا محتاج ارسم طب وعشان ترسم لازم تكتب يبقى طالما بتدور على امبيرد لازم ترسم يا مستر بس عشان ترسم وزع خمسة لما اجي اوزعهم بعد كده دول اربعة يبقى ودايما الامبيرد الكترون بتكون موجودة في اخر اربطر فانا هرسم البي او التو بي كام هم تلاتة عنده كام الكترون واحد يبقى دول كام واحد امبيرد امبيرد يعني يوقف له واحد واحد انا عايز كام تلاتة غلط البي بسرتين فهتقول لي كده مستر كام عشرة اتناشر يبقى سري بي كام سري بي ون ما لسه شبهها برضو بي ون وبي ون فهترسم البي هتلاقي جوا اليكترون واحد برضو تعالا ناخد اللي بعد ابو ففتين وان اس تو تو اس تو تو بي سكس عشرة سري اس تو ادي كده اتناشر سري بي سري ادي كده خمسة عشرة ارسم لي اخر واحد اللي هو البي سري عنده كام تلاتة واحد اتنين تلاتة كل واحد لوحده الاول ده أمبيرد ده أمبيرد ده أمبيرد يبقى هنا عندي كم أمبيرد 3 وأنا بضغر على 3 أمبيرد يبقى اللي جابها تكون 15 طب لما توزع أبو 21 ده هتلاقي أبو 21 ده انتهى معك بـ 3D1 فهتقوم جاي رسم الده عنده 5 أوربيتال بس عنده 1 بس أمبيرد اللي بعده هايو من كان هافزة كوانتم نمبر إن بتساوي 3 وإن اللي بتساوي 1 خلي بالك السؤال ده ما يعتبرش يعتبر أكتر عايز هاو ميني عدد الإلكترونز يبقى مستر أنا كده في الرسمة التانية عدد 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 يبقى الرسمة التانية حيب طيب يبقى أنت دلوقتي عايز تعرف عدد الإلكترونز أنا عندي عدد الإلكترونز بيتجاب من كذا حاجة سابليبل وأوربيتال وألكترون أنت عايز يا مستر عدد الإلكترونز اللي في البرينسبال ليبل ولا عدد الإلكترون اللي في السابليبل ولا عدد الإلكترون اللي في الأوربيتال قال لي شوف اخر حاجة ما ما ادهلك بتتكلم عن مين? يعني انا بقولك وقل بواحد. قل بكام? بواحد. يبقى معنى كامستر ان انت ديقت دايرة البحث. ادتني ان فاتكلمت على بس بعد ما ادتني ان ادتني ان يبقى نزلت الخطوة اللي بعدها يبقى انت بتتكلم على طيب مين ده? عندك طريقتين هنا للحل انك تستعمل اللي اسمها بس مضروبة في اتنين. فاتقوم جاي حاطت هنا يا مستر بلاس اه وان سري سري تايم ستو يطلعوا معايا كام يا مستر? ستة. اول انك تقول لي يا مستر اللي بواحد ده البي ساب ليبل وان بسري ده سري بي. فالبي بيتميلي بكام بستة? يبقى اقصى عدد للبي بقى كام? ستة. يبقى لو عايز تعرف عدد الالكترون زي اما هتستعمل تو ان باور تو. يا اما تو تايم ستو اللي بلاس وان. يا اما يا مستر ان الاربيتال فيه اتنين الالكترون. فانت هنا محدد ان ان انت بتتكلم على سب ليبل معين. اللي هو ان بتاعته بسري وان بواحد يبقى السري بيه بيتميلي بستة الكترون. افزا كوانتوم نمبر افزا لاست الكترون اف صوديم ان بسري اللي بزيرو اما اللي بزيرو عند اما اس بوصد فيها. what اتس اتس اكسيديشن نمبر. عايز يجيب الاكسيديشن نمبر. فعشان اجيب الاكسيديشن نمبر انا لازم احول الكوانتوم نمبرز بتاعت الالكترون ده الالكترونيك كونفجراشن. يعني ايه? يعني دلوقتي انت ان هو اس وانهي اس هو سري اس. طب مل وام اس يبقى ساعدتك لازم ترسم الاس اوربيتل. هو واحد اللي هو بكم? بزيرو. بيقولك ان هو الام اس بتاعته بصد فيها بيه بصد لفوق ولا لتحت بصد لفوق. والراجل بيقولك ان ده هو الاست الكترون. يبقى الاست الكترون موجود وبصد لفوق. طب لو بصينا لتحت يبقى ده الالكترون التاني. لأ انا مش عايز بصص نحن عايزه بصص لفوق. يبقى انا عملت ايه? قلت الان بس ري يبقى س ري. اللي بزيرو يبقى اس يبقى انا س ري اس. طب بعد كده هقوم جاي راسم مين? راسم الاوربيتل. طب هما كام اوربيتل هو واحد. عشان كده الام اللي فعلا بتاعته بزيرو. الام اس بتاعته كام بصد فيها بيبقى هو بصص لفوق. طب لو الام اس كانت نيجات فيها بيبقى قصده على الباصص تحت. يبقى هحط اول واحد بصص لفوق والتاني يكون باصص لتحت. يبقى ساعتها الاس جوهها كام? اتنين. بس هو قال لي لأ ده اخر واحد ام اس بصد فيها يبقى اخر واحد ترسمه اللي بصص لفوق. يبقى انا مش هرسم حد باصص لتحت. يبقى معنى كده الاس فيها كام? واحد. جميل. اكتب لي كده الالكترونيك كونفجريشن من اوله لاخره. وان اس تو. تو اس تو. تو بي سيكس. سري اس تو. لأ سري اس تو ايه ما انا قصة انا عايز اوصل لسري اس خلاص اي ما انا وصلت لسري اس. حيل. عايز اعرف بتاعه. ايه ده مستر? الراجل ده هيعمل لوز ولا هيعمل جيم والكام? فالسوديم كده كده ده متل فهيعمل لوز. طب يعمل لوز لكام يا مستر. قال لي معلش? يعمل لوز لحاجة اسمها الكترونز. كاملين يا مستر. يخسر بتاعهم كله. طيب معلش هو الكترون يكونوا موجودين فين. في اخر سبليف? لأ اخر سبليف السي يبقى الس بس. طب لو الس وبه يبقى اخر بي والسب اللي ابلى. طب لو اخر واحد دي يبقى دي والسب اللي ابلى. طب هنا اخر الواحد اسي بقى معنى كان هو يخسر كل اللي في الاس اللي هم كان? واحد يبقى. معنى كده ان الرجل ده يخسر واحد. يتحولوا يكون وان بوزف. او بوزف وان. هنا احنا عندنا دي خليها بوزف. اللي هي يعني تكون الاجابة سي. السؤال اللي بعده yield of the following quantum number represent the الست الالكترون ان بوتاسيوم. اه. انت هنا بقى لازم ترسم وتجيب الكونتام نمبر وتقارنه. فانت تروح تكتب الالكترونيك كونفيجريشن البوتاسيوم. وان اس تو. وطو اس تو. وطو بي سيكس. كده عشرة. وصري اس تو. وصري بي سيكس. كده تمنتاشر. بقى واحد يبقى فور اس كام فور اس وان. الراجل بيتكلم عن الالكترون. يبقى الالكترون موجود هن? عايز بقى جيب ان و ال و م ال و م اس. الان والال بيجوا من غير رسم. الان الرقم اللي قابلي فور والال هنا بزيرو. عشان اجيب الام ال والام اس فمحتاج ارسل. الام ال بتاعتي بزيرو. وهو الالكترون واحد يبقى يكون بفوق. يبقى زيرو. يبقى فور زيرو زيرو بسطف هاف. فور زيرو زيرو بسطف هاف. الاجابة هتكون سي. وصول بعد كده حبيب قلبي يقول ليه بطل. تو الكترون ا and b. هاف زي سيم انرجي. الكترون اي. هزا كونتم نمبرز كزا. what are زا كونتم نمبر اف الكترون بي? knowing زاد. اتسبنز ان زا اوبزت دايريكشن. حلو الراجل بيقلك انه هما اللي اتنين عندهم نفس الايه? نفس الانرجي. يعني الان بلاس ال ال بتاعتهم تكون متساوية. ده يطلع خمسة او ده يطلع مسلا خمسة. تعال نشوف الان بلاس ال هنا كام? فور بلاس سري. تطلع معي سبن. يبقى الرازم اللي انا هختاره من تحت يجيب لي سبن. هنا يا مستر. فور بلاس سري سبن. يبقى انا موافق على دي. سري بلاس تو فايف مش موافق. سري بلاس تو فايف مش موافق. فور بلاس سري سبن. يبقى انا عندي الاجابة ايه? والاجابة بيه عندهم نفس الانرجي. بس محتار اختار ايه ولا بيه? قال لي اخد بالك بقى ان هو بيقول لك هنا شرط كمان. knowing it's spin in opposite direction. الالكترون ده بيلف عكس الالكترون اللي عندك. يعني يعني الالكترون بتاع بي سبن ايه يعني بيلف الفوق يعني يبقى معنى كده الالكترون اللي هو عايزه يبقى انت يبقى بص لتحت. يبقى نيجاتف هاف. يبقى انا عايز الاجابة اللي فيها نيجاتف هاف هنا دي بوسط هاف غلط دي نيجاتف هاف تبقى صح. يبقى الاجابة دي هي اللي صح عشان عندها نفس الانرجي. واللي سبن in opposite direction. هنا بوسط هاف وهنا نيجاتف هاف. انهيليم اتم اتش اي. طيب اتش اي تو. وبعدين بقى بيقول لي the value of the spin quantum number are similar. لا يبقى انا كما محتاج اكتب وارسم. اه هوزع الاتنين يبقى one is two. one is two عايز بقى اجيب لي الاتنين الكترونز دول. ان وقل وم ال وم اس. وان وقل وم ال وم اس. يلا حبيب قلبي ارسم لي طيب الاربيتال. هو الاس عنده اربيتال واحد جوا اتنين الكترون يبقى واحد لفوق واحد لتحت. هجيب لده هنا ولده هنا. الان والال كده كده يا مستر بيتجابه من غير رسم. الرقم اللي قابلي بone. والال بتاعت الاس بزيرو. فهنا وان وهنا زيرو. الام اللي في الحالتين يا مستر برضو هيكون زيرو. فهنا هيكون زيرو. بس واحد لفوق واحد لتحت فنيجاتف ولا بوسط هاف. واللي هنا يكون يا مستر نيجاتف هاف. يبقى الـ spin quantum number similar لا. طب الـ spin quantum number different صح. الام اللي بواحد غلط. الام اللي بنيجاتف واحد غلط. الام اللي في الحالتين بزيرو. يبقى الاجابة اللي صح ان الـ value بتاعت الـ spin quantum number different اللي هي الاجابة سي. سؤالي بعده بيقول لي زي element that it's last electron has the spin quantum number a negative half only. مين في دول الـ spin quantum number بتاعه اخر واحد بنيجاتف هاف. تعالي نشوف. ريكتب يا مستر الكرب. وزع الـ electronic configuration. وان اس تو. تو اس تو. كده يا مستر وتو بي تو. طيب عشان تجيب بتاعت اخر الكترون لازم ترسم عشان تعرف مين اخر واحد. فانا يا مستر هرسم التو بي تو. بعدين هقول واحد اتنين. يبقى ده اخر واحد صح? اخر واحد بص لفوق غلط. انا عايز بص لتحت. انا يا مستر. وان اس تو. تو اس تو. وتو بي سري. كده دول سبعة. ارسم البي سري. واحد اتنين تلاتة. تلاتة الكترون. اخر الكترون رسمته بص لفوق. مش عايزه. يلا يا مستر. وان اس تو. تو اس تو. تو بي فور. دول كده تمانية. ارسم يا مستر. واحد اتنين تلاتة. يبقى دول تلاتة. انا عايز ارسم اربع. الرابع هو. الرابع حطيته بايدي هو يا مستر. وتلقى بص لتحت. اخر واحد انا حطه بايدي. هو ده لست الاكترون. يبلست الاكترون انا باصس لتحت وانا عايز يكون باصس لتحت فبالتالي اوكسوجين هي اجابة. صح? طب بالنسبة للسوديم. السوديم هتلاقيه سري اس ون. فسري اس ون ده الالكترون برضو باصس لفوق. يبقى الاجابة اللي صح هي او ايت. السؤال اللي بعد كده حبيب قلبي بيقول لي ايجرانيك كونفجريشن اوكسوجين. ان جراوند ستيت اكوردنج تو هونت سرول. عايز يوديه على حسب هونت سرول. فعشان نرسم هونت سرول بوزع الاول عادي. وان اس تو. وطو اس تو. وطو بي مين? وطو بي فور. بعد كده المستر قال لي عشان تكتب بهونتس لازم ترسم اخر سابليبل اهو. اهو اهو حبيب قلبي اهو. بي اكس وبي واي وبي زد اهو. وطبعا تو بي اكس وطو بي واي وطو بي زد. وزع الاربع واحد اتنين تلاتة اربعة. اكتب تاني الالكترونيك كونفيجريشان لكن ماتتكتبش اخر واحد. عشان اخر واحدة هيتكتب بطريقة جديدة. يبقى وان اس تو. طو اس تو. بعد كده واي فيها واي. وفيها واي. وتو بي زد فيها واي. يبقى لاجها بتاعتنا واي س تو. طو ايس توابي اكس تو تو بي واي 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 دو بي زد واي. في حاجة تانية متشبرها ؟ مفيش حاجة تانية متشبرها يبقى لاجها بس هيا سي. شاء اللي بعدها يا دكتور بيقول لك زا مين في دول اللي حبيبي دي دايما بتكون اجابتها ان الان والال هيطلعها متساويين خمسة وخمسة فما ينفعش لازم الال تكون اصغر فانا هجيبي الان والال واشوف مين مش موجود مع انك عارف من قبل المبدأ انت عارف ان اللي مش موجود هو التو دي بس اتأكد الان هنا بتو والال بتاعت الدي بتو فطالما الان والال تساوي تيبقى الراجل ده مش موجود هنا الان بتو والال بون فالال اصغر يمشي هنا الان بسري والال بون يمشي هنا الان بتو والال بزيرو برضو تمشي اشعر انت عايزين ايه يا الجروب يا جماعة نشوف بقى بس بعدا ما نخلص الله الموضوع مهم جدا بقى زا هلمنت زا تهاز اسري مين في دول عنده تلاتة امبير الالكترون تلاتة امبير الالكترون صراحا هحل الاجابة الصحة على طول هو النايترجن عشان اعرف الامبير دي لازم ارسم اخر واحد فواحد اتنين تلاتة فمعنى كان الراجل ده عنده تلاتة امبير دي بل اجابة ايوا بقى ايوا بقى اديني في الاختيارات الكبيرة دي مين في دول يمثل ان انت كان عندك حاجة بقت في فانا بدور على حاجة خلي بالك ان انا عندي سؤال في الامتحان بتاع ساعدتك اللي انت هتمتحنه بعد الفيديو دي يعني بعد السؤال ده على طول يلا يا عم فالأجزايتد حبيب قلبي معناه ايه يا مستر معناه ان الالكترون مش متوزعة طبيعي اللي في حاجة غلط يعني الطبيعي ان انا مثلا الاقي مثلا يا مستر معنديش سري اس وان عندي فور اس وان انا كده ناطق تمام فاحنا عشان نحل السؤال ده فانا عندي الطريقة الشيك الاول وطريقة ايه السرقة السريعة الطريقة الشيك ان حضراك بتمسك انا طبعا اللي قبل السهم هم اللي اجزايتد تمام قبل السهم اهو اهو وفين تاني وهو يبقى انا بدور الناس اللي قبل السهم دول اجزايتد انا بشوف اجزايتد وهنا ده الجراون فان حضراك تمسك دول وتعدهم اللي هم الالكترونز اتنين واتنين وخمسة فتعرف ان هم تسعة وتبدأ توزع انت التسعة فتقول وان اس تو تو اس تو تو بي فايف فده يتلع شابها ده فيبقى صح ده كده مش اجزايتد يعني ان ده مش اجزايتد بالنسبالي ده كده فالاجابة دي غلط او ان حضراك تمشي بعينك يعني ايها مسترمشي بعيني اجي وبص هنا الاس فيها كام تو يبقى صح وانا فعلا اول حاجة وان اس تو اللي بعدها تو اس تو فيها اتنين صح اتو بي فيها فايف صح مشكلة ان الاركام بتكون كتير فانت بتتلغبط وبتنسى مين اللي عليه الدور وانت بتكتب بيه ده كنت بعارف مين اللي عليه الدور فارجوك عد وامشي صح يعني يعني تعال هنا اتنين واتنين اربعة وستة عشرة وواحد حداشر وزع حداشر الكترو فهتقول وان اس تو تو اس تو تو بي سكس سري اس وون كده دول حداشر بص بقى فوق وان اس تو تو اس تو تو بي سكس صح سري اس وون لقيتها فور اس الله الله طب ما انا نطيت اهو نطيت يا مستر يبقى ده اجزايت طيب خلاص يبقى راجل ده اجزايت حلو هم كام الكترون حبيبي حداشر عشان يرجع للجراوند ستيت يبقى هو ده الالكترونيك كونفيجريشن يبقى انا عملت ايه بكتب الالكترونيك كونفيجريشن الطبيعي اللي انت كاتبه ده الطبيعي اللي هو الجراوند ستيت فانت بتشوف ان ده ما يبقى الشابه ده عشان بداهر على حاجة هنا اجزايت فانا لما لقيت اللي كتبته هنا واللي كتبته هنا تشابه فده الجراوند يبقى ده طلع كمان جراوند فاستبعدت الاجابة انا عايز اجزايت لما بصيت هنا لقيت ان انا كاتب الجراونده واللي مكتوب هنا ما طلاقش شبهه ده طلع نقطة فعلا فده إجزايت حيلا لما روح النحية التانية لازم تكون متوزع بقى مظبوطة يعني ده يبقى شبه ده طلعت شبه اللي مكتوبة تحت بقى ده الجراوند ومظبوط فالاجابة بي هي اجابة صحيحة عارف حبيب قلبي انا ممكن اعمل معك ايه في السؤال ده ممكن اخليك تجيب فعلا ان دي إجزايت وتروح النحية التانية تلاقيها بقت سري اس تو يعني يه سري اس تو يعني واقوش 11 بقوا متناشر فمعنى كده ان دي اتم وده اتم تانية مستريبة معنى كده ان انت ما بكرنش بنفس الاتوم في الاجزايتد وفي الجراوند فدي اجزايتد صح ودي جراوند ستيت صح بس دي جراوند ستيت بتاعت اتم ودي اجزايتد ستيت بتاعت اتم تانية فانا خلي بالك من الحتة دي تعال نشوف اللي بعده هنا هون ده مستر ماشي مزبوط مفوش حاجة بقى ده جراوند ستيت انها حال تانية هون هون شعرف ايه برضو ده جراوند ستيت فده جراوند وده جراوند غلط ده مستر يعني موزعها بقى بطريقة القديمة عايد يا مستر اولاني بتو واللي بعده بايت واللي بعده بسيبن يبقى مفيش حد ناطط لكن لو هي مسلا يبقى الراجل ده لسه ما تمالشه انت بتمله هنا يبقى فيه حد عمل جامل تمام ومش فارق معي الاجابة اللي هنا يبقى خبالك 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 ان انا ممكن اديك اتنين تشوز تحت بعض والنحة التانية وتحتها والنحة التانية حبيب قلبي اقوم جاية ايه لك وان اس تو تو اس تو تو بي سيكس سري اس تو وسري بي كما عايزين احنا اربعة يبقى تو يبقى سري بي تو فتيجي ببص لده لسه انت من شوية ايه اللي ان ده اجزايتد صح بس دول حداشر لما ببص النحة التانية هتلاقي ان ده متوزع مظبوط فده جراوند بس عنده كام اتناشر عشان كام مستر بيقول لك خليك في الطريقة الامان ان انت اللي تكتب بايدك عدد الالكترونز عدوهم هنا وعدوهم هنا واكتب هنا الالكترونيك كونفجريشن واكتب هنا الالكترونيك كونفجريشن طب وتيجي هنا لما تيجي تعد الالكترونز اتنين اربعة عشر عشر او وتلاتة واحد يبقى اربعتاشر يبقى دولة اربعتاشر الالكترونز فانت لما توزع اربعتاشر وان اس تو تو اس تو سري اس تو وسري بي كام وسري بي هلو؟ طيب لما جيت بصيت هنا يا مستر لقيت ان الاس بون. والبيب كان بس ري. انا عندي الاس ب two والبيب two. يبقى ما انا كان في واحد نط من هنا لهن his. بقى ده. لما جيت ابص هنا عديت الالكترونز لقيت��를 اتنين во اه ستة عشرة واثنين واثنين يا مستر. ادي كده 14 بقى الالكترونز صح. يبقى من الاول انا هجرب يعني ده حضاشر وده اتناشر انا هنا مش هجرب اصلا عشان ده حاجة وبه حاجة. انا هجرب هنا. عشان ده اربعتاشر وده اربعتاشر. وده فعلا طلعها. ولما رحت انها تانية لقيته مزبوط. يبقى معنى كده ان ده يبقى دي الاجابة الصح. يبقى دي الاجابة الصح عشان نفس الاتوم. مع ان فوق هي صح في حتة. صح ان دي وان دي بس اتوم. وكده حبيب قلبي اكون قدام ربنا عملت اللي علي معاك في شابتر وان. بقى ان حضرتك تعمل اللي عليك تزاكر كويس قبل ما تاخد قرار انك تفتح الاجزام. عشان ما تعملش الاجزام عشان اتنين الاجزام للأسف مش هتكمل معانا. واجباتكو سلموها في مواعدكو. ولو محتاجين اي حاجة فانا موجود معاكو يا شباب. واللي عنده اي اكسبشن او عنده اي ظروف زي ما اتفقنا او اللي داخل معانا وبدأ معانا متأخر. هيقدر ان هو ياخر امتحانه شوية. بس ما تأخروش قوي عشان احنا هننزل الشابتر الجديد. فاني عايزين نفضل ماشيين مع بعض. ما حد شفينا يقع ولا حد فينا يتأخر في اي حاجة. لو احتاجتوا حاجة انا موجود معاكو يا شباب. اسوفكم على خير.